طيب جمعات الخير مرة ثانية السلام عليكم مرة ثالثية صارت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الور الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نسأل الله عز وجل صدق النية وصلاح العمل ونعود بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أمين طيب يا جمعات الخير في مجلسنا السادس في مع هذا الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وصلنا إلى هذا العنوان في مراتب الهداية الخاصة والعامة وهي عشر مراتب فتكلمنا خلال المجالس الماضية عن عدة معاني كانت مهمة كانت مقدمات ثم بعد ذلك بدأنا في الكلام عن هدايات القرآن بشكل عام وحيارات الناس ثم تكلمنا عن اليقين والطمأنينة بدأنا في هدايات الفاتحة دعونا نسميها فكان منها اليقين والطمأنينة في السير إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تعرجنا إلى موضوع رفقة الطريق الصحبة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والمرة الماضية تكلمنا عن التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى وكان الحظ الأكبر من كلام عن موضوع توحيد الأسماء والصفات وعلاقة الحمد بذلك وسبحان الله باب الحمد كل ما الإنسان قرأ فيه أكثر وعرف فيه من كلامه العلم ومن كلام الله ابتداء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتح له من الأبواب العجيبة ما عرف فيه حقيقة أنه فعلا أنه الحمد فيه أسرار عجيبة وكلام العلماء لما كانوا يتكلموا لما تقرأ كلام أنه الحمد وهذا واحد من أسرار أنه الحمد وبداية الفاتحة برضو وهي تكرر معنا في كل صلاة فلم يكن الافتتاح فيه سبحان سبحان الله بل كان الحمد طبعا فيه أذكار أخرى سبحان الله أكيد مهم بس باب الحمد وأنا حتى في العيادة يعني في موضوع العلاج النفسي سواء من الاكتئاع بالقلق وكثير من الإشكالات باب الحمد كل مرة بكتشف فيه أنه آه يعني بفيرنا في هذا الباب وفي هذا الباب وكمان في هذا الباب وكمان في هذا الباب يعني بيزبط على كل شيء سبحان الله فكان وجه معين من أوجه الحمد بدأنا فيه أو ركزنا فيه المرة الماضية كان في الكلام عن أسماء الله وصفاته لماذا أذكر أنا هذا المثال بهذه الطريقة؟ لكي يعلم أنه نحن ماشيين هذا الذي يجب أن يركب فيه خارطة أذهان دعونا نسميها الآن الخارطة الأساسية أو دعونا نسميها الباكبون أو الهيكل الرئيسي عندي متعلق بالفاتحة صح؟ على الأقل الآن اللي نتكلم فيه في هداية الفاتحة فتحشد المعاني المختلفة على الألفاظ المختلفة ففي لفظ الحمد سنجد أشياء كثيرة منها ما ذكرناها في ماضيا منها ما ذكرناها سابقا في موضوع الهداية منه ما ذكرناها أصلا وهكذا فقد تجتمع عدة معاني على التركيب الواحد أو على الجمل الواحد أو على اللفظ الواحد وهذا مهم جدا أنت على الأقل يسهل عليك استذكار أن تستذكر المعاني عند حاجتها أنك عندما تأتي المعلومة تركبها تضاح في مكانها هذه فكرة الخارطة الذهنية أصلا أنه تمام هذه الفاتحة تمام هذا من معاني الحمد وهذا يفيدنا في معاني كذا وهكذا فأن يستحضر هذا ويعرف لأن بعض الناس لما يكون دعوني أسميه تفكير الخطي اللي هو لما يفكر بخط واحد هيك خلص بيقول هذا معاني الفاتحة لا هذا ليس معاني الفاتحة هذا واحد من معاني الفاتحة عفوا الحمد مثلا عن موضوع الحمد اللي ذكرنا المرض الماضي فقد يخطل على ذهنه إنسان إذا سمح هذا في سياق هذا معاني الحمد أو هذا معاني الأساسي للحمد ثم إذا ذكر معاني حمد آخر بيصير عنده أبديت أبديت يعني وكأنه ريكليسمان حلو أبديت يعني تجديد أبديت زي تجديد تطبيق ولكن أحيانا بيكون استبدال تبديل يعني أنه لا أطلع معاني هيك لا مش نلأ المعاني هيك تبدأ أكتفها من هذه معاني سبحان الله طيب على كل حال واليوم إن شاء الله نتكلم عن مراتب الهداية ونقرأها من كلام الإمام ولكن أحب أن أقدم مقدمة لعلها تتعطينا أيضا تصور عام عن ما سنتكلم عنه نحن نتكلم عن مراتب الهداية وتكلم عن عشر مراتب هو المرتبة الأولى إلى المرتبة العشر المرتبة الأولى هي التكليم التكليم المباشر وكلم الله موسى تكليم هذا المثال المرتبة الثانية الوحي الخاص بالأنبياء الذي يوحي للأنبياء خصوصا غير مباشر ولكن بدون رسول أيضا لكن مباشرة إلى قلب النبي سنأتي عليه والمرتبة الثالثة الوحي من خلال الرسول الملكي أن يرسل الملك وهو عادة جبريل عليه السلام فتكون الرسالة وهذه المرتبة الثلاثة الأولى خاصة بالأنبياء عليه السلام ثم بعد ذلك مرتبة التحديث محدث ويقال ملهم بدرجة لكن سيأتي الإلهام بمرتبة أخرى التحديث إنسان محدث يعني سنأتيه ثم الإفهام الإفهام من درجات ومراتب الهداية وواضح وأركز معي كيف أنه يضع من مراتب الهداية الإفهام ويضع أيضا من مراتبها عليكم السلام ورحمة الله ومن مراتبها إيش؟ الوحي المباشر يعني واضح هو أصلا هذه كلها توضعت في مراتب الهداية سواء الوحي المباشر اللي هو عن طريق التكليم المباشر أو الوحي إلى القلب أو إرسال الرسول الملك إلى النبي ومن مراتب الهداية أيضا إيش؟ التحديث والإفهام والإسماع سنأتي عليه والبيان العام والبيان الخاص وكذلك حكينا عن الإلهام ويبقى الرؤية الصادقة فمن المهم أن يدرك الأمر على هذا الوجه أن هذه كلها مراتب للهداية والمقصد منها الهداية الاهتداء إلى صراط الله المستقيم وليس المقصد أي شيء من هذه يعني ما أبدأ أقول بذاته بس نعم يعني الموضوع مش مجرد أني أفهم وأعرف مجرد المعرفة لذاتها وإنما معرفة الله سبحانه وتعالى لذاته نعم على أي حال فهذه الأشياء سنتكلم عن التكليم وبعض الضوابط والشواهد عليه الوحي الخاص بالأنبياء كذلك الرسول الملكي كذلك التحديث وأنه مرتبة معينة وكلام العلماء فيها معنى الإفهام يعني سيأتي بدرجاتي ولعلنا بعد ما أنهي الكلام أرجع إلى هذه الخلاصة مع تفصيل أكثر لنجمع الخالق إن شاء الله وبعد ما ننهي كعادتنا في المجالس الماضي لكن أنا أحب برضو تكونوا معي في طريقة ترتيب الموضوع له بعد ما أنهي القراءة والمعاني العامة نحاول أن نستخرج طب ماذا استفدنا من أعمال قلبية وأعمال أعمال جوارح من هذا الذي عارفناه يعني هذه المعرفة يجب أن يكون لها حياة حقيقية فهذا ما نبحث عنه إن شاء الله طيب فنبدأ بكلام الإمام فقال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا جميعا قال فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة وهي عشر مراتب المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقضة بلا واسطة بل منه إليه وهذه أعلى مراتبها كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه قال الله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه طبعا هو ماذا كالآية إِنَّا أَوَحِيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحِيْنَا إلى نوح والنبيين من بعده وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا هذه آية في سورة النساء آيتين في سورة النساء فذكر الأنبياء بشكل عام نوح ومن بعده ثم ذكر خصوصية موسى عليه السلام وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وهذه مسألة مهمة قد يظن البعض أنه تمام مفهوم دعونا نرى فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية هو شيء خاص ثم أكده بمصدره الحقيقي الذي هو مصدر كلم وهو التكليم كلم الله موسى تكليم أكد ذلك رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام يعني بعضهم يقول أكلمه يعني مش هيك معناه قصده هيك يعني لا قصده شيء ثاني هذول الذين يحرفون الكلام بل سبحان الله جاءت الآية تؤكد هذا كلم الله موسى تكليمه وهذا لا يمكن أن يصرف إلى المجاز لما يكون في توكيد لا يمكن أن يصرف إلى المجاز على القائل بالمجاز تمام فيأتي لك بالمثال أو إشارة أو تعريفا أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم هذا دفع لهذا المعنى فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفعة وهم المجاز قال الفراء العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريقة وصل العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما إن هذا يسمى كلام بأي طريق وصل ولكن لا تحققه بالمصدر إنه تكليما فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام يعني ممكن أنا أقول كلمت فلان يعني أرسلت له رسالة بعدت له رسالة صوتية ولكن إذا قلت كلمته تكليما يعني كلمته ما فيش غيره الكلام الكلام فيقال أن العرب لا تعطي المصدر إذا لم يكن حقيقة الكلام كالإرادة يقال فران أراد إرادة يعني حقيقة الإرادة ولكن لو أقول ولكن يقال أراد الجدار ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة هذا كلامه طبعا هذا على القائل بالمجاز هذه مسألة نشوي عن المجاز أصلا وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول وفيه أعطي الألواح وكان عن مواعدة من الله له والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة وفيه قال الله له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أي بتكليمي لك هذا تفسير بكلامي أي بتكليمي لك هذا تفسير السلف بل يقول ابن القيم هذا بإجماع السلف بكلامي أي بتكليمي لك وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه فالنداء من البعد والنجاء من القرب ناديته من بعيد وناجيته من قريب فالله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى أنه ناداه وأنه ناجاه تقول العرب إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء وقال له أبوه آدم في محاجته أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخطى لك التوراة بيده لأنه يتكلم عن عدة شواهد عن أن موسى فعلا كلمه ربه سبحانه وتعالى فالموضوع لا يمكن أن يصرف إلى المجاز إلا من أصحاب العقول السقيمة أو لما له عقل أصلا لأنه ذكر في النص في القرآن ثم الناس تتحدث به ثم آدم لما حدث موسى حدثه به ثم الناس في المحشر لما تتحدث مع موسى عليه السلام تتحدث معه وتتكلم بهذا الكلام فكل هذا مجاز؟ واضح؟ أنه بعض الطوائف المنحرفة عن الدين قالت أنه كلم الله موسى تكليما مش معناه كلمه يعني مش عن جد أنت تأخذ الموضوع جدي زيادة عن الجزء لا كلام الله لا نأخذه جدي زيادة عن الجزء نحن نفسر على كيفنا وبعدين نحرف الكلم على كيفنا طبعا هم لا يقولون بهذا الكلام بصفصطه بكلام ضخم كبير كبير على أصحاب العقول الصغير فالفكرة أنه لا هو بيقول لك يأتيك بشواهد أنه تمام كيف ممكن يزبط أن يكون مجاز والحاديث والآيات الأخرى تدل على المعنى الحقيقي أنه كلمه حقيقة سبحانه وتعالى فقال آدم في حديث لما حاج آدم موسى في قضية القدر قال أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تمام فتصه بهذا وكذلك يقول له أهل الموقف يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى إيش بيحكوله؟ بيحكوله أنت كلم الله أنت أنكلمك الله وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية قال وذلك بتفضيله بكلام الله برضو في الحديث الإسراء والمعراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في قصة لقاء موسى فكان من صفات موسى عليه السلام ذلك بهذا اللفظ وذلك بتفضيله بكلام الله ولو كان التكريم الذي حصل له من جنس ما حصل له لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذا الحديث معنا ولا كان يسمى كلم الرحمن وقال تعالى فَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِمَهُ اللَّهُ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءِ فَفَرْقٌ بَيْنَ تَكْلِيمِ الْوَحِيَ إذن هنا أن يكلمه الله وحياً أو من وراح حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مَا يَشَاء هنا ثلاث مراتب ذكرت في نفس الآية الوحي والتكليم بإرسال الرسل والتكليم من وراء حجاب فهذا ظاهر المرتبة الأولى هي مرتبة التكليم المباشر المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء قال الله تعالى إِنَّا أُوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية السابقة للآية التي ذكرناها سابقة ها؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا لكنها تتكلم عن ما أوحي إلى نوح والنبيين من بعده وقال وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَحْيًا أو من وراء حجاب أيضا ذكرنا هذه الآية فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم في هذه الآية وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَحْيًا أو من وراء حجاب إذن الوحي هنا عفوا إلا وحيا أو من وراء حجاب إذن هنا ذكر الله أن الكلام أقسام صح في الآية أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله تمام كيف إلا وحيا أو من وراء حجاب وطبعا في تكملة إذن جعل الوحي جزء من أجزاء التكليم يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم تمام لكن في آية النساء اللي ذكرناها سابقا إِنَّا أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحِيْنَا إِلَى نُحِنُ وَنَبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا جَعَلَ الْوحي قَسِيما للتكليم إيش يعني قسيم قسيما لا قسم يعني جزء منه قسما منه قسيما يعني يعني هو وياك قسمين لا إشي آخر تمام يعني قسيمه يعني هو إشي ثاني ففي آية النساء قال الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحِيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا فَذَكَرَ الْوَحْيَ لِوَحْدِهِ وَالتَّكْلِيمَ لِوَحْدِهِ فَجَعَلَهُ قَسِيما يعني كل واحد نوع يعني اثنين نوعين لما يرسله الله سبحانه وتعالى أو ما يحدث به الأنبياء في حين في هذه الآية ما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء هجاب فجعل التكليم نفسه مرتبتين منها الوحي ومنها التكليم المباشر فيقول الإمام باختصار في الجمع بين الآيتين لكي تفهم فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة فبهذا يتضه المعنى فإذا قلنا أن تكليم الله سبحانه وتعالى لرسله كلمة عامة بمعنى الكلام العام اللي هو إيصال الرسالة كما قلنا فيكون من أقسامه الكلام المباشر ومن أقسامه الوحي الوحي إلى القلب ومن أقسامه الرسالة الرسول الملك ببساطة هيك ولما يذكر الكلام على أنه قسيم للوحي يعني إشي آخر غير الوحي فهو يقصد به التكليم المباشر اللي هو زي كلم الله موسى تكليمه ببساطة بخاف من الصفنات بس يعني أحيانا بيكون معناها واضح بس يعني هيك فباختصار يعني المرتبة الأولى التكليم المباشر والمرتبة الثانية الوحي ولكن لا يشكل عليك إذا ذكرت من النصوص أو الآيات ما يذكر الوحي قسم من أقسام التكليم فهذا بالمعنى العام اللي هو الكلام إيصال الرسالة بشكل عام زي القرام هو كلام الله طبعا إذن الله عز وجل تكلم معنا في حقيقة الأمر نعم ولكن ليس تكلم التكليم المباشر وإنما كان من خلال جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنده المتصل إلى ما أن وصل لنا راضح؟ بهذا المعنى والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي ويقال في فعله وحى وأوحى قال رؤبة وحى لها القرار فاستقرت هذا شاهد لغوي على المعنى وهو أقسام كما سنذكره أقسام الوحي طيب المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه ببساطة إذن فهذه ثلاثة مراتب خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم لكن إكمال على موضوع الرسول الملكي ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه جبريل يتمثل على شكل رجل فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من أنواع الإرسال الرسول الملكي وقد يراه على صورته التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها وقد يدخل فيه الملك يدخل فيه الملك يدخل الملك بالنبي ويوحي إليه ما يوحيه ثم يفصم عنه ثم ينفصل عنه أي يقلع والثلاثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عادة يرى يتمثل له بشرا وكانت مرات يعدها أهل العلم التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته أقصد جبريل عليه السلام طيب هذه الثلاثة المراتب الخاصة بالنبياء الآن نتكلم عن مراتب الهداية الأخرى المرتبة الرابعة هي مرتبة التحديث تحديث ما يعني التحديث طبعا تجد بعض الألفاظ لأنه لها أصل في الأحاديث والآيات فمثلا نجد مرتبة التحديث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص طبعا وتكون أيضا دون مرتبة الصديقين الآن سيقولون لماذا هي دون مرتبة الصديقين وإن كان الصديق قد يكون عنده مثل هذا ولكن هي ليست بالضرورة مرتبة الصديق كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول جزم بأنهم كائنون في الأمم السابقة هذا تعليق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية إن يكن فيهم محدث في هذه الأمة فعمر بن الخطاب مع أن هذه الأمة أفضل للأمة كيف ذلك؟ طب ليش؟ هذه أفضل الأمم لماذا ليس فيها محدثون كثير قال لاحتياج الأمم قبلنا لهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته سبحان الله فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم خلص العلم عندك الدين عندك لا يوجد إلهام لأيش ولا صاحب كشف ولا منام فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها طب إيش المحدث أصلا والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به تمام باختصار يحدث بالشيء وحتى كما يذكر عمر بالخطاء مثلا تعرفون قصة ياسارية الجبل إذا ما تعرفوا يرجعوا لها إلا أستحضر الآن قصة بتمامها فلا أريد أن أخطئ بها لكن الفكرة فيحدث بالشيء في قلبه فيكون شيء في مكان آخر لا يعرفه يكون شيء في المستقبل فيحدث بالشيء فواضح فكرة أن هذا قد يدل في حالة الحيرة والضياع والتيه قد يدل للناس يعني يكون إنسان محدث فيأتيه هذا النوع من خلينا نسميه الوحي وهو إنسان مش نبي ولا شيء فيدل للناس يخرجهم مما هم فيه بحل مصيبة بيعالج مشكلة كذا فكلام شيخ الإسلام اللطيف في هذا إنه ترى الأمة هذه لا تحتاج إلى هذا لأن العلم موجود وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته محفوظة فهي موجود ما في داعي فهذا الموضوع تعليق هذا في هذه الأمة إنه مش شرط يكون موجود في هذه الأمة غير عن الأمة السابقة التي تحتاجت لهذا لكمال الرسالة سبحان الله قال شيخنا أظن قصدوا أيضا عن شيخ الإسلام شيخ الإسلام finite إلا أنه في الكتاب المناسب لما يذكر شيخ الإسلام لوحدها هكذا يكون يقصد مين لا الهروي الهروي الشيخ الهروي صاحب كتاب منازل السائرين اللي كثير من الكتاب هو تعليق على كتاب منازل السائرين بين منازل إياك نعبدو إياك نستعين اللي هو إيش عفوا منازل السائرين وطريق كذا إيش يراحط علي كتاب اللي هو أبو إسماعيل الهاروي الحنبلي علمهم لكن لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد ابن تيمية وقال شيخنا يقصد ابن تيمية والله تعالى عالم قال شيخنا والصديق أكمل من المحدث ليش طيب تفكر معي قبل أن أقرأ والصديق أكمل من المحدث لماذا لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم فاستغنى به عما منه قال وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله وإلا رده إذن أصلا وظيفة المحدث إذا كان محدث عن جد مش واحد بتيجي الشياطين تتكلم معه بفكرة أنه محدث فكرة حول مهدي منتظر لا هو المحدث اللي أصلا تأتيه هذه المعاني أصلا يعرضها على الكتاب والسنة فإن خلفتها فيظن أنها من الشيطان حتى يذكر عن عبدالقادر الجيلاني أحد كبار الصوفية المتسنين من أهل السنة والمحترمين والكويسين أنه قد عرض له شيء من هذا عرض له صوت سمع صوت حتى ليس تحديث قلبي سمع صوت يقول له أنه أنت خلص رفع عنك القلم أنت خلص سول بدكية فعرف أنه شيطان يعني مع أنه هو معروف بالكرامات يعني هو من تواترت عنه الكرامات عبدالقادر ولكن خلص يعني يعرف هذا لما يعرض على الكتاب والسنة هذا غلط خلص يعني أكيد الشيطان بدأ يضحك عليه فسبح الله فيقول الشيخ الإسلام ينقل ابن القيم عن الشيخ الإسلام أن المحدث الأصل يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله وإلا رده فعلم إذن أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث قال وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي فصحيح أن قلبه حدثه صحيح أن قلبه حدثه ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربي ما تعرف فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه بي أنت تقول حدثني عن ربي أنت ما أدرك أنه عن ربك ما أدرك الآن إجاك حديث قلب يعني هكو والله آه والله هذا معنى أو كلام حتى أو سمعت صوتا أنت ما أدرك أنه عن ربك عن ربك فيقول إذا أسند الإنسان سند أنه قال حدثني قلبي عن ربي وهو غير متأكد فهذا كذب وذلك كذب ومحدث الأمة نفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر إنه والله هذا بالعكس وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك بل كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعني كان يكتب كتاب يعني شكلها رسالة علمية أو شيء بده يرسلها أو قرار بده يرسله لأحد فالكاتب يكتب هذا ما أرى الله أمير المؤمنين في كذا وكذا فقال لا أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر والله ورسوله منه بريء هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى وقال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان فهذا قول المحدث بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ترى الاتحادية والحلولية والإباحية الشطاح والسماعي مجاهر بالقحة والفرية يقول حدثني قلبي عن ربي يتكلم عن تعبون التخبيص الصوفي فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين وأعطي كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا الزغل الشيء المغشوش لماذا؟ فالخالص ليس كلمة مدخول وبسيطة إذن هذا التحديث المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام وواضح أنها كلها تأتي بصيغة كهذه مثلا التكليم الإفهام الإسماع سنأتي وذلك ليعلم أنها كلها من الله سبحانه وتعالى نحن نتكلم عن شيء أنت فيه منفعل يعني أنت مفعل به لتعلم أن الأمر ليس بفهلوتك يعني شطارتك مرتبة الإفهام قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهم بالعلم والحكمة وخص سليمان بالفهم وفهمناها سليمان عن مساء في هذه الواقع المعينة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه الفهم وأنه يؤتيه الله سبحانه وتعالى لعباده وما في هذه الصحيفة وكان في الصحيفة مساء حول الأديات وفي كاكل أسير وأن لا يقتل مسلم بكثر على كل حال وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما والفهم الفهم فيما أدلي إليك هذا عمر بن الخطاب يشير إلى أبي موسى كيف يفعل والفهم الفهم فيما أدلي إليك فالفهم نعمة من الله على عبده ونور إذن ما هو الفهم الذي نتكلم عنه هو نعمة من الله على عبده أولا فقلناه هو إفهام أصلا ونور يقذفه الله في قلبه طب النور أيش وظيفته يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه فهو يتكلم عن مرتبة غير عن مجرد إدراك المعنى الظاهر تمام الفهم فهو يقول حتى لو اشترك واستوي في حفظ النص أو حفظ الحديث أو حفظ الآية أو حفظ السورة وفهم معناها العام ولكن يؤتى الإنسان فهما غير ما يؤتى الإنسان الآخر هذا الفهم الذي نتكلم عنه فهو نور يقذفه الله في قلب عبده ستجد ملاحظة منهجية على الهامش تجد كلام الإمام فيه شواهد كثيرة ليس فقط من آيات الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نجد الأقوال عن الصحابة رضوان الله عليهم وهذا مسألة منهجية مهمة جدا كثير من الناس عندما يبدأ خاصة في الدرج في العلم يجد نفسه أنه بيعرف قرآن بيعرف سنة خلاص هيك ختم جاب العيد وختم من هذا فيعارض كلام العلماء والأئمة بنص عرفه عندك آية دلالة قطعية ثبوت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني بتقول له توكل على الله المسألة فيها تفصيل وليس الأمر بهذه البساطة وطبعا الموضوع برضو فيه تفصيل أنه هذه لأي درجة أقوال الصحابة لها لأي درجة يعني دلالتها من أي وجه تكون وكيف تكون وهل إجماعهم كقول فردهم وهل إذا استفرد أحدهم بقول وعارضه غيره كمن استفرد بقول ولم يعارضه غيره مسألة مسألة في وصول الفقه تفصل ولكن يعرف أنه هذه مساحات من العلم فإن لم تدري فيها شيئا فلا يجوز لك من عندك يعني تعارض كلام أهل العلم لتوهم من توهمته بأنه والله النص واضح أو شيء لا على كل حال فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنه وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح هذه الحادثة لما عمر بن خطاب سأل الصحابة عن معنى إذا جاء نصر الله والفتح والمعنى الخاص الذي لم يستخرجه غير ابن عباس وكان أصغرهم سنا فكان من الفهم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص إذن هون سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي معنى فيها يعني هي حروف هذه الآيات لا تتكلم بهذا المعنى هي لا تتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فهم منها ابن عباس هذا المعنى أنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه إنه قد جاء أجلك وعمر الخطاب كان فاهم هذا القول فلما سأل الصحابة لم يعرفوا هذا المعنى فعرفه ابن عباس ومن هذا نفهم فكرة أنه الفهم نتكلم عن شيء غير إدراك المعاني العامة نتكلم عن شيء أخص ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس فيحتاج مع النص إلى غيره ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها فأن صاحب الفهم سبحان الله لا يحتاج مع النصوص إلى غيرها الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني النصوص نفسها لا يحتاج إلى تطويل الطريق كما نستطيع أن نسميه له تطويل الطريق بتفصيلات وجعلكات وأحيانا توضيحات للأفهام البسيطة فصاحب الفهم يصل إلى هذا نسأل الله عز وجل أن يفهمنا الآن المرتبة السادسة مرتبة البيان العام البيان العام أو ما نسميه بيان الدلالة أو الدلالة وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العيان للمرئيات وهنا نتكلم عن مجرد أن يتبين لك الحق أن تعرف الحق تعرفه قبلت ما قبلتها لكن هذه مرتبة وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بيّن لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به فعقبهم بأن أضلهم عن الهدى وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان إذن أصلا الإنسان لا يعتبر ضال إلا أصلا بعد أن يتبين له وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده من يضله من عباده والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فالأول كفر عناد والثاني كفر طبع فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقولهم قلوبنا غلف وقوله ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفئذتهم وأبصارهم فلم يهتدوا فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه موضع عظيم وقال تعالى وأما ثمودوا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى طيب كيف هديناهم هذه الهداية اللي متكلم عنها واضح اللي هو لما يذكر عن القرآن أنه هدى للناس هو هدى للناس للناس كلهم اهتدوا فحقيقة لا إنما هدى لهم كان من أي باب أنه تبين لهم فهو الدلالة والبيان طيب فهذا هدى بعد البيان والدلالة وهو شرط لا موجب شرط لأن تهتدي الهداية الحقيقية في النهاية أو الهداية الخاصة اللي رح نأتيها الآن لكنها لا توجب ذلك فقد الإنسان يهدى إلى الحق ولا يهتدي فإنه إن لم يقترم به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء وهو هدى التوفيق والإلهام إذن في عنا هدى البيان والدلالة أن تدل الإنسان تمام روح من هناك هذا هدى بيانه فهذا ما جاءت به الشراء ما جاء به الرسل ما كان عليه المصلحون بعد الأنبياء وأتباعهم كانوا على هذا اللي هو أن يبينوا للناس ذلك فيبين يدل للإنسان افعل كذا لا تفعلوا كذا هذا الصواب هذا الخطأ يعرف كذا لا تعرف كذا فإذا استجاب لهذا كان كانت هذه هداية التوفيق والإلهام طيب طب هذا البيان الأول اللي حكينا عنه اللي هو البيان العام نوعان بيان بالآيات المسموعة المتلوة وبيان بالآيات المشهودة المرئية وأعمى كل العمى من لم يرى هذه طب ما رأيت من هذه طب شوف من هذه طب من هون من هون طب من هون طب شوي كذا ما فيه فسبحان الله لذلك يسمى القلب الذي لا يهتدي إلى هذا أعمى أعمى فعلا أعمى على الأقل فإذا البيان العام الله عز وجل جعله من رحمته سبحانه وتعالى بالناس جعله في كل شيء فجعله بالآيات المسموعة المتلوة فتجد الرسل والأنبياء وتجد المصلحون من بعدهم وتجد أحيانا الفاجر قد يبين الحق في بعض الأحيان ويوصل الناس إليه وهكذا والآيات المشهودة المرئية في الكون سواء الأحداث التي تحصل معك الكون من حولك وهكذا كله يدلك على الله سبحانه وتعالى وأنت لا تدري وكلاهما أدلة وآيات ولذلك هي دائما تسمى إيش آيات 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 حتى الآيات الكونية تسمى آيات إيش يعني آيات؟ آيات حجة شيء يبين الطريق يبين للبيان والدلالة وسبح الله كنا في نقاش مع الشباب في موضوع أن الأشياء التي من حولنا يعني الأشياء الكائنات الحية الكون هل من هل أخص الصفات فيه أنها مسخرات ولا أنها آيات هل أنها مسخرات ولا أنها آيات شو يعني مسخرات أنها سخرت للإنسان تعرفهم في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى معنى صحيح أن هذا الكون مسخر للإنسان لكن في حقيقة الأمر يعني هو بحث يعني نحتاجنا أبحث فيه لكن فعليا هي آيات بل الأولى منها أنها آيات وهي إن كانت مسخرات فهي يعني أولى باب من أبواب التسخير فيها هي أنها آيات أنها آيات تدل على الله سبحانه وتعالى ونستخدمها في ذلك بس لكن ليش في تعظيم لمعنى مسخرات في عالم اليوم والناس بتحبه المركز حول الإنسان تمركز حول الإنسان الإنسان أهم شيء في الحياة فأي شيء يجيب الدين بمنفع بني آدم كويس ويقولك دين فهذا التنبيه مهم جدا فهو معنى صحيح تسخير لكن فعلا هي آيات تدل على الله سبحانه وتعالى ولذلك والله أحيانا أفتحك بعض فيه سلاسل وثائقية مرتبة يعني بدون ذكر أسماء والله مستفاد منها يعني الأشياء حتى تنتجها البي بي سي عادة أو كذا أفلام وثائقية تتكلم عن الكرة الأرضية عن الكون عن كذا يعني حتى فيه إشي الكوكب المثالي وفيه الكوكب وفيه بلانت إرث هذه السلسلة القديمة صحيح يعني كل هذه وتجد منشئها وكذا ملحد ولا يعني يعني مش سبحان الله لكن سبحان الله يعني ولا يستغرب هذا أنه فيه ناس شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه الحق ثم كفروا فما بالك فيه يجي إنسان ينظر في آيات الكون ولا يؤمن طيب سبحان الله نسأل الله عز وجل أن يثبتنا إذن كلاهما إذن الآيات المسموعة المثلوة والآيات المشهودة المرئية أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه ولهذا يدعو عباده بآياته المثلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم إلى الرسل يعني وإلى العلماء بعدهم وبعد ذلك يضل الله من يشاء إذن هذا وظيفة الرسل والدعاء من بعدهم كذا اللي هي البيان والدلالة قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فالرسل تُبَيِّن طبعا بأمر الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته وهذا ما يأتي في المرتبة السابعة وهي البيان الخاص وهنا ملاحظة سريعة بما أننا ذكرنا موضوع التفكر برضو من علامات التمركز حول الإنسان في عالم اليوم أصبح الناس يبين أنهم سمعوا شوية عن في إشي اسمه علاج نفسي ومن العلاج النفسي بيستخدمه إشي اسمه التأمل وهي إشياء عبادات بوذية ترى تأمل فبقلك طب إحنا عنا أحسن من التأمل شو اللي عندك أحسن من التأمل والله يا عنا في الدين إشي زي التأمل بل حتى أحسن منه إيش هو يا أخي العزة بالإسلام أقول لك التفكر حلو ممتاز جميل أنا مع هذا بصورته العامة لكن يلاحظ أنه كل الأمر لخدمة الإنسان واضح؟ يعني هو بس أنه يعني الواحد اللي عنده حق للدين وطبعا أنا أحسن الضم بمن يقول هذا الكلم لأنه عنده حق يعني ما بده يجيب شيء من بره ومن عند البوذيين ومن عند الكفار يعني فبقول لك نجيب من جوه أحسن بس بالأخير أنت ملاحظة شو اللي بتسويه أنت قاعد تستخدم الدين إحنا ما نسميه إحنا ما تستخدمه يعني تأتي بالدين ليخدم الإنسان والإنسان هو اسمه عبد أصلا في الدين يعني هو عبد يعني شو بدك إحنا أول وذاك إحنا في التراث المسيحي سيرفنت خادم يعني بالأصل هذا ليس العكس يعني سبحان الله لكن من برضو ثقافة تعظيم الإنساني اليوم فكرة أنه لما تأتي بالمفاهيم الشرعية الصحيحة المهمة التي تصلح للإنسان حقيقة تحور في سياق خدمة الإنسان ويجعله الأساس لأنه بالنهاية هي بدرجة معينة نعم فيها صلاحة الإنسان في دينه ودنياه يعني برضو كمان نحن ممنين في هذا المعنى نعم هي تصلح الإنسان في دينه ودنياه بل جاء الأنبياء في كثير من السياقات يخاطبون أقوامهم لتحبيبهم بالدين ولأنه حقيقة أنه يقولونهم أنه أتحتى الدنيا قرح تصلح فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويخبرهم أنه تمام إذا جيتوا على الدين برضو ربنا بيفتحكم الدنيا ما في مشكلة لكن ينجعل هذا هو الخطاب الأساسي أنه هذا الدين لا مش صحيح ما فعله الأنبياء المرتبة السابعة مرتبة البيان الخاص وهذا واضح من المرتبة الماضية وهو يعني هو ليحصل بعد ذلك هو قلنا ما سميناه هدى الأول هدى البيان والدلالة أنه يتوضح لك كل شيء بعدين بيكون التوفيق والإلهام أنك تمشي على الطريق المرتبة الثانية هي المرتبة السابعة البيان الخاص وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء من الله سبحانه وتعالى وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنها الهداية البتة وهذا مسألة مهمة يعني في نهاية كلامنا في النقاش اليوم لازم نطلع بهذه الخلاصات العملية حول هذا الأمر قال تعالى في هذه المرتبة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالبيان الأول شرط وهذا موجب إذن الشرط أن أصلا تعرف الحق وبعد أن تستجيبه يكون نتيجة لهذا المرتبة الثامنة الإسماع ما هو الاسماع؟ من أين جايبها؟ لأن تسميها المرتبة لحالها؟ آها قال تعالى وليوع طبعا واضح المراتب إنه إننا مش قادي نشد نشد درورة نحكي درجات في كل الموضوع تمام؟ تذكرنا فيه أشياء أعلى أعلى شيء ما هو أعلى مرتبة للآن؟ التكليم التكليم تمام وأعام المراتب لحد الآن أعامها جدا البيان للعام المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع لأنه ستجد مثلا مرتبة الإسماع يدخل فيها شيء من البيان الآن سنتكلم عنها مرتبة الإسماع فالإسماع قد نجد أنه بعد آخر أصلا ليس مرتبة هو بعد آخر في الموضوع الإسماع لأنه متعلق بالسمع ولكن قد يكون منه بيان عام أصلا سنسمع قال تعالى حتى في هذه الآية في مرتبتين إسماع واضحة صح؟ في هذه الآية نفسها تتكلم عن مرتبتين إسماع يقول ممكن يسمع جزء سماع بعدين يتولى وهم معرض سنأتي إلى هذا لكن استحضر هذا ونقرأ الآيات وقد قال تعالى وما يستمي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرُ السلام عليكم يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور طيب وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ اللي هو وما أنت بمسمع من في القبور وإن الله يسمع من يشاء وما يقصده بهذه المرتبة إنه في إسماع هذا اللي بيحكي عنه هون الآن خصوصا هو أخص من الإسماع تبع أنك تسمع الآيات وتعرفها طيب يتكلم عن ما يسمعه الله سبحانه وتعالى إليك الآن يتكلم هذا الإسماع أخص شو يعني لما نحكي أخص إنه مرتبة لسه يعني فيها خصوصية لها خصوصية فإن ذلك حاصل لهم اللي هو الحجة والتبليغ وبه قامت الحجة عليهم ولكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب إذن المرتبة اللي بيحكي عنها هون الإسماع يتكلم عن المرتبة الخاصة من الإسماع اللي هي إسماع القلب طيب فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما فسماع لفظه حظ الأذن وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب إنك تفهم المعنى فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب وهذا حتى درجات وهذا حتى درجات سنأتي لي اللي هو إسماع القلب للوحد قد يدرك الحق أيضا حتى في قلبه ولكن يرفضه ولذلك الموضوع ليس فقط معرفة الحق لا يكفي معرفة الحق إذن معرفة الحق وإيش وإثاره على غيره أعرف الحق بس يعني في شيء ثاني طيب وسماع حقيقة طيب فإنه سبحانه نفى عن الكفار كما قلنا سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم يعني يستمع ولكن القلب ليس موجود وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه إذن السماع للمرتبة الأولى أنك تسمع ويصل لك المعنى يعني بس المعنى العام هذا حج عليك فلا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم هذه كان صفة المنافقين اللي هو بس يكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وبيعطيهم درس ولا بيعطيهم آيات نزرت من عند الله سبحانه وتعالى ولا يحدثهم بحديثه فبيطلع المنافق بيقول هو شو قال أولا أيكم زادتهم هذه إيمانة شو فهمتوا أحدا وصلوا معنا كذا سبحان الله طيب إيش الفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام نحن قلنا الإفهام إنه الواحد يفهم معنا وحتى مرتبة البيان الخاص يقول هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن يعني هذه خصوصيتها فقط ومرتبة الإفهام أعم فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته وهذا كثير في كلام أهل العلم في تفصيل بعض المسائل إنه قد يكون الشيء أعم من وجه وأخص من وجه طيب يعني بحتاج أفصل فيها يعني يعني طيب مكبدجي مثال أن الشيء يكون أعم من وجه وأخص من وجه ها يعني وحي العلم وذان ما لا حاج في العلم أخص تمام لا إن يكون الشيء نفسه أعم من وجه وأخص من وجه وشيء الآخر يعني شيئين المقارنة بينهما أن شيء أعم من شيء من وجه وأخص منه من وجه آخر ها 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 تجيب مثال حقيقي فأقول لكم عن المثال الطب الطب النفسي ها لا ها واجبة صح الطب والطب النفسي إحنا عندنا الطب بشكل عام الطب النفسي والعلاج النفسي في عنا الطب النفسي اللي هو طبيب وواحد يدرس طب وبعدين يدرس طب نفسي وفي عنا العلاج النفسي ما له علاقة بالطب هو واحد يدرس علم نفسه وبعدين يدرس علم نفس سريري ولا شيء فالطب الطب النفسي هو أعم من وجه أنه يتعرف على الإنسان بعمومه زائد الجزء البيولوجي الجزء الجسدي والجزء النفسي بشكل عام جدا وكذا وهو أخص من وجهه أنه بيركز أكثر على الإشياء الجسدية الجسدية وعلاقة الأدوية وعلاقة الأمراض بالأشياء النفسية وكذا وخاصة موضوع الأمراض في حين علم النفس هو برضو عام من الطب النفسي من وجهه أنه بيتعرف عن نظريات نفسية المختلفة وحتى النظريات الاجتماعية المختلفة وحتى الفلسفات المختلفة ولكنه أخص من وجهه أنه بيركز إذا بدنا نحكي عن المعالج النفسي يركز على معاني العلاج النفسي فهو إذا بدنا نحكي بالنسبة للمسائل النفسية بشكل عام اللي هي النفسية الفلسفية وغيرها هو العلاج النفسي أعام بالنسبة لفهم الإنسان جسديا خاصة بيكون الطب النفسي أعام ولكن من وجهه آخر هو أخص فهون لما نحكي عن الإفهام والإسماع فالإفهام كلمة عامة فهو عام يشمل الإفهام الذي قد يحصل جزء منه بالسمع وقد يحصل جزء منه بالنظر وقد يحصل منه بأشياء كثيرة فهو عام من هذا الوجه ولكنه أدق من الإسماع من ناحية أنه هو ليس باستفهم المعنى زي ما قلنا هو فهم المعنى ولوازم المعنى وإشياء تفصيلية كفهم ابن عباس للقضية اللي حكيناه فهو خاص من هذا الوجه طب الإسماع برضه أعام من وجه أنه هو إسماع أنك تسمع أنك تسمع سواء وصلت لإشياء دقيقة وعميقة ولا ما وصلت ولكنه أخص من وجه أنه متعلق بالسمع الإشياء المسموعة بس ومراتب السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب مراتب السماع على إيش بتتقسم كيف من قسم مراتب السماع بحسب قديش وصل من القلب من هذا السماع نتخيل أنه في سماع وصل الأذن قدش بتصفى بفوت القلب بيصير مراتب اللي ما وصل شيء هاي مرتبة اللي وصل شوي هاي مرتبة اللي وصل كله هاي مرتبة ثانية ببساطة ويترتب على هذا السماع سماع القبول إذن هو ثلاث مراتب سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة سماع الأذن بيسمع وكأنه مش سامع وله ذاري بيسمع بيسمع القلب ولكن لا يقبل والمرتبة الثالثة يقول أنها سماع القبول والإجابة المرتبة التاسعة والمناسبة مهمة تعرف المراتب هذه لأن بعض الناس يظن أن التكريب والإلحاد والكفر والعناد إنما يكون فقط بمجرد أنه عدم السماع أنه خلص واحد ما بده يسمع الحق أبدا بعض الناس يظن هذا أنه اللي ما بده يسمع الحق أبدا ولا يستجيب منه بشلن هذا هو الغلطان أما اللي عنده شوية حق هذا ماشي أموره لا عادي ترى الإنسان قد يقبل حتى قد يقبل جزء من ذلك بعض الناس يظن أنه لازم الإنسان يستوعب الموضوع الحق بتفاصيله يعني يصل إلى القلب وبعدين يصبح كافر أما كفر الإعراض اللي هو حتى الأذن بفوت من إذن جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم هذا ما بيعتبروا كفر لا بل هي مراتب ودرجات وكل منها ألعن من وجه وأحسن من وجه يعني فيه هيك المرتبة التاسعة الإلهام والإلهام فيه تفصيل قال تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن موندن الخزاعي لما أسلم قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وجعل صاحب المنازل هون جزء هذه ثاني مرة والأول مرة بيذكر منازل السائرين أول مرة بيذكر صاحب المنازل بس المنازل من أول الكتاب للآن هذه أول مرة بيذكر منازل السائرين اللي هو كتاب صاحب المنازل يقصد أبو اسماعيل الهروي الأنصاري قال وقد جعل صاحب المنازل الإلهامة هو مقام المحدثين قال قال مين صاحب المنازل وهو فوق مقام الفراسة لأن الفراسة ربما وقعت نادرة واستصعبت على صاحبها وقتا أو استعصت عليه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد تكون ثابت أكثر قلت الآن تعليق الشيخ قال التحديث أخص من الإلهام التحديث أخص من الإلهام فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل مؤمن فقد ألهمه الله رجده هذا ما سأل مهم بالأخير أنت توفيقك هذا اللي وصل بك إلى اللي وفقك للبيان الخاص والإلهام أصلا يعني اللي خلاك تتبين المسائل حقيقة بعدما كان البيان العام مرة ثانية الرسل نرجع للمراتب الأولى الآن الرسل أرسل الله إليهم الملائكة ولا أوحى إليهم بالقرآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أوحى له هذه من المراتب اللي الآن ذكرناها فالنبي حدث الناس ببيان عام بما لديه من الدين فالله عز وجل يلهمك رجدك فتصل إلى البيان الخاص وقد يكون كثير منه بالسماع طبعا تسمع فيصل إلى قلبك واضح العلاقة المتشابكة بينها بلاش التفكير الهندسي تبع اليومين دول الطريقة اللي تعودناها في المدارس إلا ما نحكي أقسام يعني لازم يكون الإشاء منفصلة واحد زائد واحد يساء وثنين غير هيك ما منفهم لا العرب كان تفهم أحسن من هذا فإن شاء الله نكون عرض في هذا التفكير فالتحديث أخص من الإلهام فإن الإلهام معام للمؤمنين بحسب إيمانهم وهذه مسألة مهمة لما نيجي على فكرة إنه كيف أتحصل أنا هذا الإلهام هل أستطيع أن أخذ بأسباب متعلقة تصل بي إلى الحق أو لا طيب فكل مؤمن فقد ألهمه الله رجده الذي حصل له به الإيمان فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر يعني من المحدثين فالتحديث إلهام خاص وحتى علقه إن يكن في هذه الأمة محدث وهو الوحي إلى غير الأنبياء هذا التحديث اللي هو بدنا نعتبره نوع من الإلهام الخاص يكون لناس معينين وهو نوع من الوحي إلى غير الأنبياء ويكون حتى لغير المكلفين فيقول إما أن يكون للمكلفين كقوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وقوله إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإما من غير المكلفين حتى اللي هي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فإذن هي يعني تحصل حتى لغير المكلف فهذا كله وحي إلهام وأما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم والنادر ولا حكم له وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوعه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد يعني في مقام القرب والحضور والتحقيق طبعا الفراسة يعني يقصد المعنى العام فيها ليس الآن موطن تفصيلها صراحة لكن يقول الإمام تعليقا على هذا كل واحد من هذين اللي هي الفراسة والإلهام ينقسم أيضا إلى عام وخاص الفراسة والإلهام تنقسم إلى عام وخاص وخاص كل واحد منهما فوق عام من الآخر يعني الفراسة الخاصة الواحد اللي عنده فراسة حقيقية هذا يعني أعلى من الإلهام العام اللي هو يحصل لكل المؤمنين إن شاء الله والإلهام الخاص لصفوة المؤمنين والمقربين وكذا أعلى من الفراسة العامة اللي قد تحصل لأي أحد راضحة الفكرة يعني منها فهو يقول المسألة فيها تحقيق وهذه تجد ابن القيم وهذه عادة ابن تيمية أصلا أظن أخذها منها ابن القيم اللي في التفصيل فكون من الكلام العام خلينا نفصل اللي هو ليش يعني ليش أعلى وأقل تمام خلينا نحكي إلا إذا كان في المسألة تحقيق فيقال هذا أعلى من كذا ويكون فيه دليل إذن وعام كل واحد منهما اللي هو عام الفراسة يقع كثيرا ولذلك تجد كثير من الناس عنده درجة من الفراسة اللي هو الفراسة أنه يتفرص بالأشخاص يعرف الأشياء يعني يتوقع الأشياء يحصل لكثير من الناس والإلهام وكما قلنا كل مؤمن يحصل له درجة من الإلهام فهذا يقع كثيرا وخاصه أي خاص الدرجة الخاصة من الفراسة فراسة عالية كما كان مثلا للشافعي كما يذكر العمر للخطاب بدرجة عالية جدا هذه تقع نادرا وكذلك الأمر للإلهام الخاص يقع نادرا فقد ذكر حتى في مثلا وأوحينا إلى أم موسى وإذا أوحيت إلى الحواريين طيب ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتعلق وهذا فرق آخر ويذكر أنه صحيح يعني أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل أن الفراسة يمكن التدرب عليها وممارستها وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب البته من الله سبحانه وتعالى موهبة يعني الموضوع يحتاج بحث أنا صراحة لا أدري فيه تفصيلا طيب الآن يذكر الآن درجات الإلهام إحنا وصلنا للمرتبة التاسعة له القبل الأخيرة قبل الأخيرة يذكر درجات الإلهام ويذكرها من منازل السائرين تبعت أبو إسماعيل الهروي ويعلق عليها فيقول قال أبو إسماعيل الهروي وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع اللي هو بيجيك زي كأنه وحي ويكون مقرونا بالسماع زي كأنك تسمعه أو بتسمعه تمام هذا يقول مرتبة من مراتب أو درجة من درجات الإلهام إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن فليس كل خبر نبأ وهو نبأ خبر عن غيب معظم إذن هو يتكلم عن نبأ برضو مش أي خبر خبر يكون عظيم الآن يتكلم الإمام القيم ويقول ويريد أي أبو إسماعيل الهروي ويريد بالوحي والإلهام الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بمجبه إما بواسطة سمع أو هو الإعلام بلا واسطة إذن وكأنه بيوصل للإنسان الملهم في تلك الحالة بيوصل معلومة سواء كانت يسمعها أو تقع في قلبه ويكون متأكد منها ويكون نبأ عظيم ويكون شيء حق ويقول هذه الدرجة الأولى أو هذه المرتبة خلينا نسميها الدرجة كما سمها الدرجة الأولى فيقول معلقا لإمامنا القيم أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاما بل هو من قبيل الخطاب وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء وهو الذي خص به موسى عليه الصلاة والسلام إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل إذن يتكلم أنه إذا كان قصد السماع يعني بيسمع من الله سبحانه وتعالى هذا مرتبة خاصة كما قلنا للأنبياء وكانت لموسى وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم الفكرة أنه بيقول لك هذا لا يقع للناس لكن شو اللي ممكن يقع أها أما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات الرياضات رياضة النفس وتسكية النفس والشغل هذا من سماع فهو أحد ثلاثة وجوه إيش اللي ممكن يحصل من سماع إنه إيش إنك وكانك تسمع بيقول لك قد يحصل ثلاثة وجوه لا رابعة لها أعلىها أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا فإن هذا يقع لغير الأنبياء فإن كان الملائكة تخاطب عمران بن حسين فقد كان الملائكة تخاطب عمران بن حسين بالسلام فلما اكتوى الكي نوع من العلاج تركت خطابه الملائكة فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي إذن بيتكلم أنه في درجة من الخطاب قد يأتي للإنسان درجة من الإلهام أن يكون خطاب ملكي من الملائكة وهو نوعان أحدهما خطاب يسمعه بأذنه وخطاب يلقى في قلبه نوعين نوع قد يسمع بأذنه نوع لا قد يكون بمجرد معاني بالقلب أما الخطاب الذي يسمعه بأذنه وهذا نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين هذا تعليقه عليه وأما الثاني اللي هو خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه كما في الحديث المشهور وهذا عليه دليل قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة بقلب ابن آدم هذه نسميها لمة الملك كذلك للشيطان لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد إعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا وقال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا قيل في تفسيرها أي قووا قلوبهم وقيل بشروهم بالنصر وقيل احضروا معهم القتال القولان حق فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم ولا تعارب يجتمعا إذن هذا واعظ ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين كما في جامع التنمذي ومسندي أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى هذا حتى في العيادة أحيانا لما أحدث بعض الناس مثلا بيكون بشرح فأحيانا أنا من عادتي أحاول قدر الإمكان أن أفهم المقابل أني أنا فاهم عليه يعني عيدا عن العلاج نفسه بس أني أول شيء أفهمه أن أنا فاهم عليك فآتي بسيناريو أنه فإذا أنت اللي بيصير معك واحد نين ثلاث وكذا 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 فمن ثلاث سيقل الكلام أقول فمثلا بيجيك الشيطان يقول لك واحد نين ثلاث فتأتي كلمة الملك وتقول لك كذا وكذا فبعض الناس يستغرب هذه الألفاظ أنه يعني وشو أنت شو تسؤلي هذا ضميري بيحدثني تمام يعني لأنها بعيدة عن ثقافتنا مع أنه المفروض أننا ثقافة إسلامية تمام المفروض مسلمين يعني ولكن فكرة أنه آه لما تحدثك أنه يأتيك يعني طبعا أنت لا تستطيع أن تجزم أنها لمة ملك ولا هو ولا هو داعي القرآن في قلبك ولا هو نفسك يعني ما تعرف بس نحن يعني ككلام يعني يساق قد يساق لأنه يريد أن تحكي شيء بالأخير طبعا أن تحدثك نفسك ما دراك أنها نفسك يعني يعني الاعتراس يحصل على كل حال إذا قلت تحدثتك نفسك أو حدثتك الشيطان يعني لكن في سيناء لكن الناس أصبحت تستهجن الكلام عن الغيب أصلا بل هذه لمة الملك حاصلة وداعي وداعي الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان حاصل وهذه درجة من درجات الإلهام نتكلم عنها ففي هذا الحديث في جامعة ترميذي ومسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اللهم صلى على سيدنا يا محمد قال إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيمة وأنا أحب هذا الحديث يعني كل حديث بس يعني قال إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيمة طريق وعلى كنفتي الصراط سوران طريق حيطان على أطرافه مسور يعني عادة الناس تتصور الصراط عادة بيكون تصور الجسر وهذا الصراط يوم القيامة نعم كجسر المعلق لكن هنا مثال على الصراط اللي بنحكي صراط الدنيا اللي بنمشي عليه عشان نوصل لصراط الآخرة فهو صراط أقرب إلى أن يكون صراط عليه أسوار ومهم نتصور هذا التصور ترى يعني هذا التصور في المثال النبوي اللي حتى فيه مثال آخر اللي هو خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا إنه هاي الخطوط ربنا ما جعلها برضو مفتوحة إليك حطر لك حيطان حطر لك أسوار حطر لك حدود ما هو هاي هذا هو نفسه بس هو فكرة أنه أصلا فيه حدود فيه شيء بتقول لك ستنة شوي واحد وفيه ملامح للطريق معالم بتقول لك هاي الطريق وهذا خطأ بره فهو مش طريق يعني أنت تحسي حالك ضايع لا فضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى الأبواب عليها ستر ستارات برادي وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة بحارم الله فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر يعني أنت مسكر أنت ليش تفتح وطبعا في عدة روايات في رواية أخرى يعني برضو برضو تبين المعنى منها أنه الإنسان إذا دخل دخل يعني إذا فات منه واحدة يعني عيد طيب لكن الشاهد والداعي على رأس الصراط هذا كتاب الله يبقلك كمل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن إن شاء الله ونأشر قلب مؤمن الله مستعان قال فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة فهذا ذكرهم مراتب الإلهام وأما وقوعه بغير واسطة فما لم يتبين بعد والجزم فيه بنفي أو إثبات موقف على الدليل والله أعلم فهو اللي بيتكلم أنه اللي بيكون بدون واسطة اللي بيحكي فيه الهروي أو ما فهمه من كذب الهروي أنه الله يكلم العباد بدون واسطة هذا يعني بده التفصيل وبده أدلة وما فيه يعني الإمام يذكر أنه تمام هاته لا أدلة باقتصار يعني هاته أدلة التصور هذا مهم جدا يعني ما بدأ أخر هذه الملحوظة لكي لا أنساها لكن التصور هذا المهم عن الموضوع أنه فيه غيب وفيه ملائكة وفيه داعي لله سبحانه وتعالى الله عز وجل رزقك إياه في قلبك يحدثك مهم جدا أن تتصور وتصور أنه في مقابله برضو فيه شيطان ولذلك هم بيأتي النوع الثاني من الخطاب المسموع اللي هو من خلينا نسميه مراتب الإلهام الذي يحصل قد لا يكون إلهاما مرة ثانية إحنا ذكرنا أنه اللي يحصل مع الناس من شيء يقع في قلوبهم أو يسمعوه بأذانهم يكون على أنواع منه؟ التبع الملك الملك إما سماع أو ما يحصل في القلب والغالب هذا اللي في القلب الهداء لله سبحانه وتعالى في قلبك لمة الملك النوع الثاني من الخطاب اللي قد يكون مسموع وقد يكون في القلب من الجان الجن قد يكون طبعا شياطين الجن أو الجن بشكل عام وقد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا وقد يكون شيطانا مغويا وهذا أيضا نوعان يكون إما يسمع بأذنه أو يلقيه في قلبه عندما يلم به ومنه وعده وتمنيته حين يعد الإنسية ويمنيه ويأمره وينهاه كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وللقلب من هذا الخطاب نصيب وللأذن أيضا منه نصيب والعصمة منتفية إلا عن الرسل يعني ما فيه حدا ما بيحصل معاه هذا إلا الرسل ومجموع الأمة مجموع الأمة معصوم أن يحصل أن الشيطان يضحك عليهم كلهم وأضح الفكرة طيب ومهم جدا أنا مرة ثانية برجع لفكرة مهم جدا تصور هذا لأن كثير من الناس بيخلط وأصلا ما بتصور الموضوع لكن اللي بيتصور أحيانا يخلط يعني آه يجب أن تدرك أنه داعي نفسك الخير خلينا نحكي ولمة الملك من وجه وداعي نفسك اللي فيها سوء والشيطان معارك هاي تحصل في نفسك فبيجيك مثلا بيجيك أنت عندك رغبة 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 سوء شهوة فيأتيك فتأتيك فيأتيك الملك ويأتيك داعي الله سبحانه وتعالى في قلبك يقول لك اتق الله الدنيا ما هي مطولة ما فيش داعي يتوكل على الله يشغل حالك سوي لك شغلة كويسة بلاش بلاش بقول لك بلاش ما أنت تذكر المرض الماضي ما أنت أكلت هوى ما أنت ما خلص فبيجي الشيطان يقول مرة هاي المرة هاي خلص أنت أنت مستسامحهم صح أنت خلص توكل على الله توكل على الله طبعا بيضحك عليه ألمهم إلى أن يقعوا في الذن فيقع في الذن يعني من يغلب في هذه المعركة الشيطان في هذه المعركة البسيطة بعد ما يقع الذن برضو في معركة ثانية اللي هي يظل داعي داعي الإيمان في قلب المؤمن أن يتألم من المعصية وهذا من العلمات الإيمان بالمناسب والإنسان يجب أن يحمد الله عز و جلل عليها لا يفقدها لأنه إذا فقدها يعيد ها اللي هي الألم من المعصية فهذا من داعي الإيمان في قلب المؤمن أنه يتألم من المعصية فبيظل يألمه يقول له طيب ليه شيء تسوي طيب بس بعدما يخلص المعصية تمام انت خلصت انت عصيت طيب الآن شو الآن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تترك تنقطع ما ترجع مرة أخرى تندم وداعي الشيطان بيقول له فكك من هذا السوليف انت أصلا عشان ما تتألم عشان ما تزعل يعني بل أجدعي لحالك بل أروق يا زلمي you only live once ما فيش داعي وبعدين في أقوال وفي خلاف الفقهاء وبعدين هيهم على الأسق بيقول لك يجوز يقول له يجوز تمام المهم إلى أن وممكن لمة الملك تزيد عليه لا بتقول له لا خطأ والله خطأ هاي قال الله قال النبي صلى الله انت بتعرف انت بتعرف والله انك بتعرف والشيوخ قالوا لك زمان وانت لحالك عارف بل هذا مما يحكه في صدرك وانت عارف أنه غلط فبيقول آه والله بيري الشيطان بيقول أقول لك آه والله صح كلام مع صح الملك الملك مع حق آه مع حق تعرف والله انك انت أصلا سيء انت ما منك فائدة فبيلف النقاش الشيطان شاطر في الموضوع بلف النقاش على انه صح والله معهم حق يعني الملك لمة الملك وضميرك مع حق انك انت غلطان وغلطان لدرجة انه انت ما منك فائدة وانت لشتوب أصلا أنت أصلا قذر أنت ما منك شيء يعني مستحيل أن ترجع إلى الحق وبعدين أنت ترجعت مليون مرة هل سوف ترجع مرة ثانية؟ يعني أنت عميم تضحك قاعد وبعدين أنت بتسوي حالك متدين وشيخ وانت بتعصي زي هيك فعلا فعلا للي حكوه زي ما قالوا لك واضح؟ فالمخادعة أنت تتصورها بشكل أو بأخر أنه آه هذا يحصل في نفس الإنسان من هذا وهذا وأنه يجب أن تغلي بجانب الحق والحق يحتاج علم لكي تستطيع أن تواجه ما يضحك عليك الشيطان وتقول لأحدهم لا أوقف مالوش علاقة أنا غلطان بس معناها أني أستغفر والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ما بيقول لي أسرفوا أنتم أكلينها وخلص بس كان يعني هيك سبحان الله طيب فيقول الإمام فمن أين للمخاطب اللي هو كان بيذكر مثال أن الناس اللي بيحصل معهم أنه يسمع أشياء أو يأتي في قلبه معاني فبيقول من أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي كيبدو يعرف يعني الواحد بأي برهان وبأي دليل والشيطان يقذف في النفس وحيه ويلقي في السمع خطابه فيقول المغرور المخدوع قيل لي وخوطبته صدقت لكن الشأن في القائل لك والمخاطب وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلم وهو من الصحابة إيش حصل معه هذا الصحابي طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه راح طلق نسوانه وراح قسم الأموال فقال عمر بن الخطاب تعليقا على هذا قال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك إيش كان تفسير عمر بن الخطاب قال الشيطان شكرا لك خبر أنك ميت قريب فالقذف هذا في نفسك فأنت هسا بدك تصفي الأمور تصفي الشركات وتوزع الورثة لكن أقصد تفسيره بهذا الجانب الغيب المتعلق بالشيطان ولذلك برضو من المخادعات عالم اليوم النفسانيين خصوصا اللي هو لم يجيب لك حتى الناس اللي يؤمن بالملائكة والشياطين وهي الأشياء اللي هي الغيب حتى من النفسانيين الذين يؤمنوا بهذه المسائل يجعلونها فراغا من المعنى لا معنى لها فقط إيمان بالتفويض اللي هي آه أكيد كنا نؤمن بالعين والمسو السحر إجماع الأم ما أحد ينكره بس هذه بس تمحوا ما قبلها هذه البس تبقى تمحوا ما قبلها اللي هي بس بس إيش بس أنه كيف بدك تعرفه ويجيب نفس هذا الكلام اللي هو أنت كيف رح تعرف بس كيف رح تعرف ما معنى أنه لا يكون له حقيقة ولذلك عمر بالخطاب هو أكيد مش متأكد أنه شيطان ولا مش شيطان صح أو لا ولذلك قال إني لا أظن لكن يقولها ويجعلها حقيقة واقعة ويستشهد بها وما زلنا إلى عالم اليوم هنا بعد 1400 سنة من عمر بالخطاب من يحكي عمر بالخطاب قال هذا القول واضح إحنا اليوم إذا واحد جاب سيرت هذا أنت شو درك بالضبط إحنا بدنا هذه الموازنة ما بين الذين يجزمون أنت حركت أصبعك واتمالت رجلك وتخدرت إذنك إذن سحر واضح سحر هذا عاشق أنت ما تخدرت إذنك أنت تخدرت شفتك السفلية إذن هذا عين أكيد واضح هذا التخرص اللي يحتاج بحث أنا ترى ما بدي أسويها مصخرة بس هو هو هذا بيحتاج بحث إذا فيه بحث علمي ما عندي مشكلة والله يأقبله وناطح فيه شرق الأرض وغربه ما بفرق عندي لست من معظيم العلم الغربي إن شاء الله ولكن التخرص هذا ما بنية بس على الجهة المقابلة اللي هو لأنه مش متأكد لا أتكلم بشيء ولا أعطي للشيء معناه ولا حقيقة هذا كلام باطل وتجد النفسانيين نفسهم هؤلاء اللي يجادل ويماحك مسائل العين والمس السحر ولمة الشيطان ولمة الملك ما عنده مشكلة يتقبل تخرصات الغرب وهي تخرصات ولا تقوم على يقين بس هي نظريات وإشياء بتنفع شوي وإشياء ما تنفع شوي طب فما بالك في الإشياء اللي فيها إذن الله سبحان الله طيب ها طيب فمن يأمن القراءة بعدك يا شهر هذه لها قصة عن شهر بن حوشب على كل حال النوع الثالث الآن بيتكلم عن الإنسان اللي قد يلقى شيء في قلبه أو في سمعه فيكون إما أن يكون من ملك أو يكون من شيطان بس هيك لا بيقولك في نوع ثالث هو خطاب حالي يعني بتحكي مع حالك قاعد أنت بتحكي مع حالك بس بتفكر حدثني قلبي عن ربي ولا بتفكر شيطان بيحكي معك خطاب حالي خطاب حالك وتكون بدايته من النفس وعوده إليها فيتوحمه من الخارج وإنما هو من نفسه منها بدأ وإليها يعود وهذا كثيرا ما يعرض للسالك للسالك إلا الله سبحانه وتعالى يقصد فيغلط فيه ويعتقد وطبعا هنا يقصد السلوك الكثير منها ترى مستورد بالمناسبة مستورد من استقافات الشرقية الفلسفات الشرقية أو كانت من زمان مستورد المهم فهذا كثيرا ما يعرض للسالك فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من الله كلمه به منه إليه وسبب غلطه ما يحصل يقول لك أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة وهو واحد من هذه معاني التصوف المستقى برضو من الفلسفات الشرقية لكن يعني أخذوها في التصوف الإسلامي وفي شيء منها الصحيح ما فيها مشكلة لكن هو بيقول لك هو الهدف من التزكية تخليص النفس من العيوب وحتى الشهوات بعضهم يصل لدرجة شطح اللي هو أنت ما لازم تكون إنسان شهواني ولذلك أنت منوع من الرهبانية المهم إذا صفت النفس من الشهوات والرغبات وحصلت المعاني تصبح النفس متصلة والمشكلة هون فيها المذاهب تختلف مذاهب التصوف ما بين التصوف الفلسفي يعني يدعي بدرجاته لكن ما بين ما بين اللي يقول لك أنت إذا صفت نفسك اتصلت بال 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 بالأعلى خلص أنت تصير واصل يعني خلص أنت يكشف لك الحجب وأنت خلص وصلت هناك ناس يقول لك لا أنت ليس لهذه الدرجة أنت كفار اللي بتحكوا هذا الكلام نحن مش كفار نحن شو ما نقول نحن نقول أنه تصف القلب فيصبح يرى الحقائق تكشف له بإذن الله يعني ليس تكشف هيك خاوة لا تكشف بإذن الله يعني ليس باتصال لازم لا اتصال بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة أحيان يبقى لك نحن مسلمين وفي درجات ومراتب في هذا ومنها الصواب أنه نحن لدينا في الدين موضوع أن القلب كلما كان مجليا من الذنوب وأبيض وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح القلب على قلبين قلب أبيض أبيض كالصفة لا تضره فتنة ما دامت السواء أما القلب الأسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرة فطبيعة القلب أنه كلما كان مجلو من الذنوب ومن الصدى ومن الكذا كان يصبح يرى الحق حقا صح هذا صحيح المعنى ولكن هم يحكوا عن كشوفات أخرى لها جانب صحيح لكن في كثير منها شطحات أكل حال يقول أنه هذه اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة تصفت بالرياضة وانقطعت علقها وانقطع علقها عن شواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن ومصير الحكم لهما فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما وتشتد عناية الروح بها وتصير في محل تلك العلائق والشواغل فتملأ القلب فتصرف تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة ويتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعاني حتى على شكل للقوة السامية على شكل أصوات والقوة الباصلة على شكل أشخاص مرئية وهكذا باختصار أختصر كل قصة لأنه في ألفاظ هي متعلقة بالطب حتى القديم والفلسفة القديمة بس باختصار بقولك الواحد لما يطهر قلبه فيصبح وينقطع عن شواغل الدنيا والشهوات والأشياء التي يراها الناس وينشغل فيها زيادة عن الجزوم قلبه صافي طاهر فينشغل بالمجردات بالأفكار بالتصورات بالحقائق فالتصورات هذه لما تختلط في قلبه وهو أصلا مش منشغل في الأشياء الأخرى فهاي خلص تستولي على نفسه لدرجة أنه هي بتتشكل مع أنها أفكار مجردة ومعاني تتشكل على أشكال وأصوات قد يسمعها وقد يراها فبيفكرها من الخارج وهي من نفسه ويحلف أنه رأى وسمع وصدق لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه ويتفق ضعف التمييز وقلة العلم واستيلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغل وطبعا هذا فيه تفصيل أنا أعتقد يعني يعني الواحد لا يحب تعالى مع كلام أهل العلم لكن الفكرة أنه حتى ما يوجد من أمراض نفسية وغيرها وقد يجمع بينها ببحث يحتاج تفصيل فهذه الوجوه الثلاثة ونفسه وغيرها فإنما هو غرور اللي بفكر حاله هذا سامع شيء أكثر وخدع وتلبيس وهذا الموضوع مقطع القول وهو من أجل للمواضع لمن حققه وفهمه والله الموفق للصواب باختصار وبيتكلم كنا من نحكي عن مرتبة درجة الإلهام الأولى اللي فيها نبأ يقع على شكل وحي بسمع يقول لك هي ثلاث إما بتكون من ملك أو بتكون من شيطان أو من نفسك وهذا الذي يقع كثيرا من نفسك الدرجة الثانية من الإلهام إلهام يقع عيانا يعني إشي تلهم ويقع بصير وعلامة صحته أنه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ أبدا لا يخرق سترا لا يخرق ستر أحد ولا ستر نفسك ولا يجاوز حدا من حدود الله سبحانه وتعالى ولا يخطئ أبدا يعني ما بيكون غلط بيكون صح والفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى أن ذلك علم شبيه بالضرورية الذي لا يمكن دفعه عن القلب هذاك بتكون متأكد شايف سامع متأكد وهكذا وهذا معاينة مكاشفة يتبين لك بيزبط معك فهو فوق لا هذا معاينة مكاشفة فكأنك فكأنك تراه صح نعم فهو أظهر حتى إذن هذا الأظهر يعني هذا أعلى صح إلهام يقع عيانا وعلامة صحته أنه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ أبدا فالأول وكأنه معنا يقع في القلب أو سمع تسمعه أو شيء تبصره ولكن هذا الذي تسمعه ولم يقع بعد أو كذا في حين هنا نتكلم عن شيء يقع وكأنه حصل عيانا وكأنه يعني شيء يقيني أنا متأكد من هذا الشيء أنه سيحصل هذا الذي فهمته خلينا أسمع كلامه قال وهذا معينة ومكاشفة نعم فهو فوقه في الدرجة نعم إذن فوقه في الدرجة وأتم منه ظهورا ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين آه شيء متأكد منه عقيدة راسخ وذكر له ثلاثة علامات أنه لا يخرق سترا أي أن صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور عنه لا يخرق سترا هو يكشفه خيرا كان أو شرا أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس بل يستر نفسه ويستر من من كوشف بحاله الثاني أنه لا يجاوز حدا وهذا يحتمل وجهين أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي والثاني أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله عنها فإذا تتبعها ووقع عليها بهذا الكشف هو شيطاني لا رحماني الثالث أنه لا يخطئ أبدا بخلاف الشيطاني فإن خطأه كثير في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبة فكان يتي هذه الخيالات وأشياء فكان يجي أشياء تصير وفي أشياء ما تصير أو أشياء تكون موجودة أو أشياء ما تكون موجودة فقال لبس عليك فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب ولا يستمر صدقه البثة هذا للتفريق بين قلسين الخليلين نسمي الكشف الرحماني والكشف الشيطاني ما يكشف لك من المعارف فالشيطاني يكون فيه التبييز الآن الدرجة الثالثة من الإلهام عشان نفوت بالرؤية الصادقة إلهام يجل عين التحقيق صرفا وينطق عن عين الأزل محضا والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها هذا فيما يسمى بالثناء وهذا سنأتيه في تفصيل لاحقا فهو باختصار هذه الدرجة من الإلهام تصل بالإنسان لفكرة أنه يشاهد الخلق بعين أنه هذول كلهم عبارة عن قدر الله سبحانه وتعالى وأنا أتعامل مع الله السلام ورحمة الله وأضح الفكرة هذا بشكل عام أن يصل الإنسان إلى مرتبة بين قلسين الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه يعبد الله كأنه يراه فهو يتعامل مع كل شيء على أنها أقدار الله سبحانه وتعالى فيتعامل بحسبها ولا للناس لا فضلا يعني يتعامل مع الله هذا من سميه فناء شهود السوى سنأتيه في مراتب الفناء فيقول وعين التحقيق عنده هذا ابن القيم يحكي عن أبو إسماعيل الهروي يقول عين التحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقة بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود وتعود الرسوم أعداما محضة طبعا أنا لازم أحكيها قبل ما أقرأ عشان برضو تكونوا معايوان بخلق عن الفكرة كالتالي هو في مراتب للفناء رح نأتي على تفصيلها لكن هذولا جماعة التصوف كذا في ناس منهم وصل إلى فكرة أنه أنت عشان لما توصل لآخر آخر المرحلة تجيب المرحلة الأخيرة تختم اللعبة قبل ما تختم اللعبة شوي اللي هي أو لما تختم اللعبة شو بيصير معك بيصير عندك الفناء شو الفناء فيه عدة معاني وفي معاني منها صحية ومعاني الباطلة من المعاني الباطلة التي يقولونها أنه لما تصل لمرحلة الفناء هي اسمه فناء السوا إيش يعني يعني أنت وقتها ستدرك حقيقة الأمر وإنه ما في الكون إلا الله يعني أصلا ما في شيء إلا الله كل شيء الله تمام واصلا ما في شيء إلا الله وبعضهم وصل إلى أنه طب ما في الله وإذن شو أنا إذن أنا الله بسيطة معادلة واضحة يعني وصل إلى هذا أنه لما تدرك في حقيقة أنه كل شيء من الله بس هم منها يبشيلوها من سوء الفهم لأنه ما بيفصل بين الخالق والمخلوق فيصل إلى أنه كل شيء الله فيصبح يتعامل مع كل شيء على أنه الله مش على أنه من الله واضح؟ فيسمي إحنا فناء السوا أنه خلاص يصبح يصل إلى مرحلة اليقين بأنه كل شيء الله حتى أنا الله ما في الجبة غير الله وأعدنا الله من هذا الكلام وهذا التخبيص والتخريف ويقولونه بكل صراحة بس بعضهم هذول طبعا وفي بعض الناس يدافعون عن أصحاب هذه المقالات في علامة اليوم لسه في ناس بيقول هذا الكلام وبيدافع عنه بيقول لك هذا ما قصده هيك أو بيقولوا للعامة ما قصده هيك يعني بيجي لك الشيخ الصوفي اليوم بيقول لك اللي قال هذا الكلام أنت لا ترد مش صحي أقول لك مش صحي مش صحي مشانك ليش بيحكي لك هذا الكلام ليش بيحكي لك هذا الكلام بيقول لك أنت مش واصل أنت ما بتفهم هذه الشغلات فإنت أصلا الكلام هذا في حقك كفر صح أنت صح أنت أكيد شايفه كفر ما أنت لو قلت هذا الكلام أنت كافر بس أنت مش واصل ولذلك أش بيقول لك وهذه الكلمة تأخذ من أبو إسماعيل الهروي وبيأخذوها بكيف عليها والإلهام في هذه المرتبة غاية تنتنع الإشارة إليها إشياء لا توصف هاي إشياء ما بتقدر تشير إليها بالكلام والمعاني وكذا هاي إشياء تعرفوا بالوجد والذوق يعني إشياء بتحصل معك أما إشياء تقدر توصف ولا فلذلك اللي بيوصل بيفهم علينا اللي ما بيوصل ما بيفهم علينا فأخ ها توصل بس التصفية وكذا والطريق وفي طرق ولذلك في طرق الطريق الكذا الطريق الكذا وتصل آه فشو بيقول لك عين التحقيقي عنده هذا ابن القيم بيحكي عن الهروي هي الفناء في شهود آه استنى شوي أنا حكيت عن المرتبة الباطلة صح حكيت عن الفناء الباطل اللي هو بيقول لك أما الفناء فيه فناء وإن كان اللفظ احنا ما منحبه لأنه اللفظ جايب من برة اللفظ خلينا نسميه بدعي مش موجود في الكتاب والسنة بس فيه معنى منه صحيح اللي هو مرتبة الإحسان هي الفناء عن شهود السوى إنك إنك ما تراقب إلا الله يعني ما تراقب في فعلك وإرادتك وقصدك في الحياة دار الله سبحانه وتعالى هذا المطلوب فهذا فعلا أنت لا تراقب غير الله ولا نظر الناس ولا كذا إلا لله يعني مثلا بهمك نظرة الناس في الله بهمك كله كله لله سبحانه وتعالى هذه مرتبة الإحسان من سميه وهذا ما قصده أبو إسماعيل الهاروي بس تبعون الحلول والاتحاد أخذوا كلام أبو إسماعيل الهاروي وقالوا هذا جماعتنا هذا مننا ابن القيم بيقول لا أبو إسماعيل الهاروي لا علاقة فيكم صحيح كلامه بشبه بس مش منكم هاي الفكرة ولذلك تجد كتاب ابو اسماعيل الهروي له فوق له عشرات الشروح اللي هو منازل السائرين له عشرات الشروح من اهل سنة لبدعة خفيفة بدعة واحد ونص بدعة اص خمسة عشر بدعة اص كفرين ثلاثة ايك لا فيه فيه اللي بدك طيب فيقول ايش عين التحقيق هي الفناء في شهود الحقيقة بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود فكرة الشهود اللي ما تشهده انت او ما تراقبه في نفسك او ما يحضر لك فيضمحل كل ما سوا الحقيقة في ذهنك وتعود الرسوم الاشياء اعداما محضة وكانها غير موجودة فالالهم في هذه الدرجة يجلو هذه العين للملهم صرفا بحيث لا يمازجها شيء من ادراك العقول ولا الحواس فان كان هناك ادراك عقلي او حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة والناطق عن هذا الكشف عندهم يقصد عند الصوفية لا يفهم عنه من هو الا من هو معه مرة ثانية والناطق عن هذا الكشف يعني اللي بيحكي عن هاي السوليف والناطق عن هذا الكشف يعني اللي بيحكي عن هذا السوليف لا يفهم عنه الا من هو معه اللي يركب معه في نفس السيارة بيفهم عليه شو وين صار اما الباقي ما بيفهم عليه ومشارك له وعند اربابي هذا الكشف ان كل الخلق عنه في حجاب الناس مش فهمين شو القصة وعندهم ان العلم والعقل والحال حجب عليه بل بعضهم وصل الى هذا الطرف اللي هو اصلا العلم والعقل والاحوال اصلا هي تحجبك عن الكشف بل حتى العلم اه العلم يحجبك عن الكشف الموضوع هذا اعلى من العلم علمهم وان خطاب الخلقي انما يكون على لسان الحجاب وانه حتى الخطاب الشرعي اللي الله عز وجل يقول لك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب الشرعي كله هذا نوع من الحجب مش حجب يعني يحجبك عن الحق بس لأنك انت مش واصل لما توصل بتفهم واضح فهو يخاطب الناس بظواهر ليست هي حقيقة وان هذا ما في داعي تفوت وتفصيله بس عشان تعرف زمان وان صغير يعني مش صغير كثير يعني صف سابع ثامن تاسع كانت تيجينا أفكار عقدية كثيرة طبعا ما كنت تعرف علم شرعي ولا كان المكتب عنه ملياني بس ما كان فيه يعني ما كان فيه أولا كتاب بالذكر لشيخ الإسام بالتهمية مثلا ما فيش كانت كتاب هذا فقه السنة سيد سابق الشعر سيد قطب العقريات يعني إشياء فكرية أكثر من ما هي بس إشياء علم شرعي ما كان شوي وكنت أنا قارئ بقرأ وكذا بس ما فيه مسائل عقدية ما بقرأ الإشياء الفكرية بتخليك تشطع كذا فكان عندي أفكار كنت أعتقد بينه بين نفسي أني أنا وحيد الزمان وفرد الأمة في هذه الأفكار بس بقول هاي الأفكار أصلا ما تصلح أقولها للناس ها تشر نسميها تسميها هرمونات تسميها كذا والله هاي الفكرة كانت عندي صف سابع فأنا باستغرب حتى لما صرت بعدين لما درسته كذا باستغرب دكاترة أقول هذا الكلام بقول طبعا هاي ختمت الزمان يعني يعني هاي فكرة طفولية يعني كنت تمشي حالي فيها عبما تعلمت بس لما تعلم أرجع لها كمان مش معقول يعني هم وحتى وصراحة حتى حتى يعني حتى فكرة تصور عن الغيب وتصور الآخر وحتى تصور الاله كانت معاني كانت عندي معاني أجيرها عكيفة يعني بس هذا الواحد قبل ما يعرف بعم يعرف برضو يظل زي ما معقول يعني سبحان الله وحتى الدارويني سبحان الله بذكر الدارويني كان في بالي انه آه بتوزبط والله يعني كنت مزبطها في بالي يعني ما بعت من كنت معرفة أصلا دارويني بس كنت مزبطها انه آه بتوزبط يعني هذا تسموه التطور الموجه كان عندي ما حتاج نظرية والله في الصف السابع ولا الثامن كانت عندي نظرية يعني لا هي اللانها أفكار طفولية فعلا هي اللي هو عندك حيرة مش عارف هو أن توجيها بتدبرها يعني فهمت كيف بس لما أحد بتعلم ما بزبط طيب سبحان الله طيب فبحكي لك أنه خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب ولذلك حتى عندهم في تفسير القرآن قال كنتم التفسير هذا اللي عندك تقرأ تفسير الطبري تفسير بن كثير تفسير السلف هاي المعاني الظاهرة حلو استفيد منها عبين ما توصل بس لما توصل أنت رح تتجاوز هذه الشغلات تعرف شو المعاني الحقيقية شو المعاني الحقيقية في الشياء لا تخطروا على عين قلب بشر لذلك يجزمونه تفسيرا بالإشارة إشارة يفتح الإشارة وينطلق عكيفه يعني الإشارة يأتي بالإشارات ويأخذها على أي معنى حدث به أو ألهمه حدثه به شيطان طيب علمهم فبيتكلم عن هذا النوع من الإلهام هذا تمتنع الإشارة إليه لا يمكن الإشارة إليه والعبارة عنه فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول وهذا أمر وراء الحس والعقل وحاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتطمحل وتعدم لكن في الشهود لا في الوجود وهنا الشاهد أنه أبو إسماعيل هاروي بيحكي أنه الفناء عن الشهود وليس عن الوجود أنه ماشي يراقب الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الأشياء الأخرى في مراقبتها أما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك ضمحلالا وعدما في الوجود أنه خالص أنت بتوصل لدرجة أنه عن جد تدرك حقيقة الأمر إيش هي حقيقة الأمر؟ يقول للناس مش عارفين هالمساكين يفكروا أنه أنا إنسان وإنت إنسان وفي كائنات حية وبيجي بلاكست مي وبشر مي مش عارفين أنه كله أنا وأنا الله وإحنا كلنا وواحدا فعلا هذا هو ولذلك من يظن أن هذه الشطحات هي شطحات فكرية يعني أنا بأت متمسخر عليها لأنها وساخة عقلية وكفر ولكن هي في حقيقة الأمر شبهات يعني شبهات لها تدرج وصل بهم إلى هنا وستفاجأون بهذا القول أنه ستسمعون من هذه الكلمات خلال السنوات القادمة الكثير راح تجد ناس يقنعون الناس بهذا والناس ستقتنع عادي يعني بيصير بيحصل يعني ستنجدهم يعني ألمهم طيب فإنهم يجعلون ذلك ضمحلالا وعدما في الوجود بيحكي عن أصحاب الاتحاد والوجود هذا الكفار زنادقة ويجعلون صاحب المنازل منهم وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة والله أعلم المرتبة العاشرة سريعا هي مرتبة الهداية بالرؤية الصادقة بالرؤية الصادقة إذن تكلمنا عن مرات مختلفة التي طولنا فيها مرتبة الإلهام هذه مرتبة الرؤية الصادقة وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤية الصادقة وذلك كان نصف سنة ثم انتقل الوحي ويقظة مدة ثلاث وعشرين سنة حين بعث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك من كل مدة الوحي جزء من ستة وأربعين فقيل هذا يعني أنه هي معنى جزء من ستة وأربعين وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية الأخرى أنها جزء من سبعين وقيل في الجمع بينهما إن ذلك بحسب حال الرائي فإن رؤية الصديقين من ستة وأربعين ورؤية عموم المؤمنين من سبعين والله أعلم يعني هذه فكرة الجمع بين الروايات الحديث والرؤية مبدأ الوحي ولذلك كانت أول مبدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان على شكل رؤية صادقة فيفهم هذا ولذلك هي تعتبر من أزاء النبوة وصدقها بحسب صدق الرائي وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ذلك لأي شيء ذلك يفسر الموضوع يقول وذلك لبعد عهد النبوة وآثارها فيتعوض المؤمن بالرؤيا وأما في زمن القوة قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا ونظير هذا يجيب لك مثال ثاني على الإشياء التي كان لا يحتاج إليها في زمن النبوة قد تحصل بعد ذلك الكرامات الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة كثير من الكرامات كانت في العصور التي بعد الصحابة يعني الصحابة التي يذكر عنهم الكرامات معدودة موجودة بس معدودة في حين الكرامات فيما بعدهم كانت أكثر ليش؟ قال لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم وقد نص أحمد على هذا المعنى وقال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يعني يرى أحد رؤيا له وإذا تواطئت رؤيا المسلمين لم تكذب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم متحريا فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان والرؤيا كالكشف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام والذي هو من أسباب الهداية هو النوع الأول هو الرؤيا من الله خاصة ورؤيا الأنبياء وحي على طول فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم الخليل عليه السلام على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا وأما رؤيا غيرهم من الناس فتعرض على الوحي فإن وافقته وإلا لم يعمل بها ببساطة بعض الناس يأخذ الموضوع زيادة عن النزوم خاصة النساء فإن قيل فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرأي اندراجها فيه فينتبه بالرؤية على ذلك يعني قد تكون إما موافقة للوحي أو منبهة على شيء من الوحي حتى لو كان لم يعرفه الإنسان أو يعني منبهة على شيء حتى يعرفه قبل ذلك ومن أراد أن تصدق رؤياه شوف هذه الشروط التي تسويها عشان تصدق رؤياك تفضل قل لك أول شيء فليتحر الصدقة وأكل الحلال ثنين المحافظة على الأمر والنهي ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه وعيناه فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة هذا التمرين لا عبد الله معنا ليتحر الصدقة وأكل الحلال الصدق في القول وأكل الحلال المحافظة على الأمر والنهي أن تتحافظ على الأمر والنهي أن تفعل ما تؤمر به وتنتهي عن ما تنتهي عنه وقد يدخل فيه الأمر والنهي الأمر المعروف على المنكر لا أدري ولينم على طهارة كاملة ليه الطهارة ومستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه وعيناه فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار وقت الأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية بداية الغروب وكلا وقال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلمه به الرب يكلم به الرب عبده في المنام وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله إذن في ملك هو الذي يري العبد هذه الرؤى في أمثال تناسبه وتشاكله هذه مسألة أن تأتي الرؤى بحسب معرفتك وبحسب معطيات اللي عندك قد تأتي الرؤية على أشكال أنت تعرفها على بيتكم على الحارة على المدرسين اللي بتعرفهم على أشياء تعرفوها وحين تحصل على أشياء لا تعرفوها فتستيقظ فتعرفها سبحان الله ولا لا يمكن أن تحدث برؤية على البث المباشر على كل حال وللرؤية ملك موكل بها يريها العبد حكينا فيضربها لكل أحد بحسبه يضبطها حسب الشخص وقال مالك الرؤية من الوحي وزجر عن تفسيرها بلا علم وقال أتتلاعب بوحي الله إذن حتى موضوع تفسير الرؤى من العلم ولذلك القول على الله بغير علم في تفسير الرؤى هذا من لا يجوز تمام؟ لأنه قول على الله ولذكر الرؤية وأحكامها وتفصيلها وطرق تأويلها مظن مخصوصة بها يخرجنا ذكرها عن المقصود والله أعلم كان هذا ذكر عام لهذه المسألة طيب ذكرنا إذن إلى الآن طيب 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 مراتب مراتب الهداية كان أول ثلاث مراتب خاصة بالأنبياء التكليم والوحي المباشر للأنبياء والوحي من خلال الرسول الملكي إلى الأنبياء ثم بعد ذلك تكلمنا عن التحديث والإفهام والبيان الخاص ثم البيان العام وتكلمنا عن الإلهام ودخلنا في تفصيله ودرجاته وتكلمنا عن الرؤية الصادقة خليني أخرج بأشياء عملية فيكون السؤال ماذا أستفيد من معرفتي لمراتب الهداية التي تكلمنا عنها يعني إيش في فوائد خطرت على أذهانكم أو نستحضرها الآن يعني نحركها الآن في أذهاننا تخرج مما عرفناه قد يخرج من معنى من المعنى اللي حكيناها مش ضروري كلها يعني قد يخرج من فهمك لمفهوم البيان العام أو من فهمك لفكرة الإفهام أو غيرها ولكن هذا السؤال العام مندي ماذا أستفيد من معرفتي مراتب الهداية الشيء الأول أنه إذا حصل معك يعني هالفندو إذا حصلوا معك وهم المراتب فلتظرون أنها أكثر من ذلك يعني فلنفرون أنه يعني أولهند فلتظرون أنك حدث أو أوحي إليك تمام فتعرف المراتب فلا تتوهم شيء في غير مكانه سواء كان علو المرتبة أو العلي أزيل عليها فلا تتوهم شيء مما قد لا يكون زي ما حكى الشيخ أنه أنت قد تحدث فلا تدري هذا من نفسك أو من الشيطان أو كذا فهي مراتب ليست على يعني على أرض الواقع ليست على التحقيق يعني أنت لا تتأكد منها صحيح؟ شكرا طبعا طبعا الآن السؤال هو فلتظروا الهداية المراتب الهداية التي حصلت عنها الشيخ البنطيس ممكن أن يكونوا تحت منه الهداية وإنها كانت هذه الصلاة المصطينة ليس الثانية ليس الثانية يعني بالمراتب مثلا مثلا أنا حكيت أول مراتب أبو الله موسى تكليمه طبعا إبليس أبو الله تكليمه طبعا فبلا الله أوحى لأموسى وإنسا ومحمد ورسامة هذا فبلا أوحى لأموسى من جسمه الخلالة فهذا يقول بل عام الله ورأ ورأت بخسام فبلا يجب تحت بند الهدال فأول تلك مراتب ممكن أعراضية خاصة بالأنبياء لكن ممكن أن يكون اللي تحت من السلحة التانية ممكن أن تغطيهم البصيرة إنه واحد يتكون عام ببصيرة ممكن أن تصيب أي حدث مثلا وصورين فبلا عراضي يعني أنا ما فهمت الإشكال اللي بيودينا لهناك لأنه أصلا في سياق الكلام إحنا مثلا لما تكلمنا عن الإلهام الشيخ ما تكلم بس عن الإلهام فتكلم بعدين فوقف قال وبعض الناس اللي يفكر إلهام ترى بممكن يكون واحد نين ثلاث فكرة إلهام من الله بس هو إذا كان من الله بيكون بيوصلته ملك أو ممكن يكون أصلا ليس من الله ومن الشيطان أو يكون من نفسه فهو أصلا ليس إلهام هذا يعني هو أصلا بيكون فلذلك في سياق الكلام إذا لاحظتم إحنا تكلمنا عن أشياء خارج السياق حتى لو متكلمنا عن مراتب السماع الإسماع الإسماع الأساس المقصود هو إسماع القلب للاستجابة ولكن حتى الإسماع فيه درجة قبل اللي هي القلب وفيه درجة سابقة ذكرها هي الأذن ليش تذكرت هذه الأمثلة كلها أنا الآن؟ برضو لنخرج أنفسنا يا جماعة من يعني خلينا نسمي طريقة التفكير المدرسية أو الهندسية اللي هي يعني خلص إحنا صار عنا نزعة لتصنيف الأمور وترتيبها بطرق معين زي ما تعودنا في المدارس بطرق بطرق الحديثة اللي نعرفها اليوم ولكن الأمور الحياة مش هيك أصلا مبدئيا الحياة مش هيك لا يمكن أن تفصل الحياة هكذا وكلام علماء لما نقرأه وردو من نفهم في هذا السياق فأنا ما بعد فأصلا إذن لسا ماشا على الخط معاك بس يعني إذا فيه ما هو في نفس المراتب ذكر أنه فيه هداية البيان وفيه هداية الإرشاد ها بالضبط بس الأولى صحيح صحيح زي الإفهام وزي التحديث طبعا مهم مرتبة أخرى نعم إنه في إنسان ممكن يصل له الهدى ولا يهتدي وهذا حصل له الهدى العام وصله ولكنه لم يهتدي لا يستفيد من هذا بل حج عليه بل حتى الإسماع قد يصل الإنسان إلى إسماع بأذنه ولكن لا يفقه قلبه أوفقه قلبه ثم أعرض عن ذلك وتركه فلا يتحصل بذلك الهدى المقصود فالهداية طريق للهدى يعني الهداية إنك يعني شو اللي بوصلك للهدى باختصار يعني فكرة قل لي أخير من خطر مثلا كان عنده علم خاص أها أخير من رحلة إذاني أنك حاولت تحط من العاصر المرأة والله لا أعرف ولكن ما بعرف صراحة ولكنه قد يدخل في الإفهام سبحان الله ما بعرف إذا فيه كلام العلماء التفصيلي في هذا ما بعرف بس يعني قد يدخل في الإلهام يعني أنا أقصد كتصور كتصور عام الإلهام يدخل فيه إنك تعرف الأشياء مش حكي أن الإلهام درجات ومراتب ما هو إذا كان فيه حديث ما هو ما بعرف إذا فيه آه ما هو ما بس وحدة من غير التحديث الدرجة الثانية ما فيها التحديث بس فكرة أنه يعرف الشيء خلص يعرفه يقيناً يكون متأكد أنه هيك فأراد ربك أن يبلغ أشنه لكن ما بعرف آه ومن قال أنه النبي يدخل عادل المراتب الأولى فيه بسيطاً طيب بسيطاً سؤال هذه مرتبة للهداية هل كلها تأتي يعني هل ممكن تأتي يعني هل ممكن تأتي مرتبة عالية شخصاً يعني فاسق أو يعني يعني أحبت أنا الآن مثلاً سؤالك أنا أريد أن أجابه في جهة ثانية اللي هو طب المفروض أنها تأتي بحسب مرتبة الإنسان وكذا فمثلاً الرؤية طب الرؤية قد يراها كاثر صح ولذلك في رؤية يقولون أنها قد ترى للمؤمن يعني واحد فاسق كافر حتى يشوفها لمؤمن زي كما رؤية الرؤى التي استفاد منها بعدين يوسف عليه السلام وإن كانت الرؤية نفسها عن الشخص نفسه حتى الرؤية نفسها عن الشخص نفسه صراحة تفصيل ما بعرفه تفصيل العلمي أنه لأي درجة هيك ثم أن هذا كله محض فضل الله سبحانه وتعالى اللي اللي نهايته عشان نحكي أنه اهتدى أنه وصل لحقيقة الهدى يعني مثلاً الإسماع الإسماع شو بدك أحسن من أنه فينا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه سمعوا الحق هذه الدرجة إسماع وصلت لهؤلاء ومع ذلك رفضوها أسألنا لحكي عم فان هنجاني فاسق هنجاني حدف طب ما لدي شيء بأعمالك يعني يعني أعمالك لا تطلب قولك أنه ربع مي حدفك أو إيجاك ملك في النوم في النوم غرور لا يتوى صادقة فأعمالك لا تطلب هذا حكيته فبحكي لديك كذاب هو أصلا ما هو حكى من الإشياء اللي حكاه أن المحدث لا يقول أنه حدث ما في محدث يقول أنه حدث أصلا هو معنى يحصر في القلب فيحصر نتيجة فالناس تقول زي الكرامات التي كانت تقع لبعض الأولياء وكذا يحدث يحدث عنه شو اللي بيحدث عنها يعني شو بيقول الله أنصال معي مبارح كرامة مش حاب أقول لكم بس أنا مشان يعني كرامة مبارح طيب شام نعم فما يقولنا قد يراها وقد ترى للمؤمن وقد ترى للأمة يعني أصلا فقد تتواطأ رؤية الناس على شيء هو فيه فيه إخبار بخبر أو مبشر أو شيء للأمة بشكل عام كان يكون فيه فتح كان يكون فيه نصر كان يكون فيه كذا هكذا طيب بس لسه سؤالي قائم اللي هو ما فائدة معرفتنا عن مراتب الهداية المختلفة قلني وتأتي في معنى ذكرت وغيرت فيه فكرة يعني أحسنه وأن أظن بالله تعانا وتعالى وبالخجر والقرآن وبالحق وأنه هو واضح ومبين وأن نستشضر من المقام الهداية العامة ومقام هزاية البيان والبلاغ ها مقام ها مقام وأنه أيضا بالمقابلة هناك إعراض يعني إنما تأتي المقابلة في القرآن يعني من السوء صراح القوية يعني ففي تقول الأمهار ها معنى بشكل مفاول سورة ياسين ما عندي وعادة فمغافلون لقد حق القول على أكترهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مقامون وجعلنا من بين أينهم سدد ومن خلفهم سدد فأرشهناهم فهم لا يبصرون في الشيخ ربنا عبدالله في تفسير المعنى الإقماح قال أن الأقماح ويكأنه هو مرض كالنصر الكبير أنها تعطش 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 لدرجة أنها فصل للماء ولا تستطيع المشرب سبحان الله من الآية التي تتعطش إن الذين اتفقوا إذا نسمهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لكنهم لا يبصرون لأنهم مبصرون بحسب الفقوة وكلا راق بالرانة على طوبي ما كانوا تكسيمون قبل معنا لإحسان ظن الله سبحانه وتعالى بالقرآن بالهودة وأن الواحد ما كثير يعني يوجد خاف ينهز إيمان وإنما يشوف أشخاص عندهم عقول فهمين أشياء كثيرة بزي مثلا المثال ذكرتم بس عقولتك والدرجة مش فهم أن هذه الدلالة على نهاية النهايات المتاعكم في الله والنهايات سبحان الله إذن إحنا بنحكي عن إنه إذا ما تعرف مراتب الهدى أنت تعرف أنه أصلا هاي المراتب البيان والدلالة وأنه أصلا الحق واضح ترى هاي حصل مش هاي المتحكي عنها حسنا نحكي أنه أصلا كيف تتحصل هذا الهدى وأنه في مرات مختلفة متعلقة بصلاح القلب وفساده وإعراضه وقباله بحسب وإلا الهدى هذا حاصل وذلك الشك والريبع عند الناس الحق مش واضح وكذا الحق مش واضح هذا القلب مريض الحق مش واضح هذا انت معرض الحق مش واضح شهوات شهوها التدليس أرباب من دون الله زلة عالم كذا شوف الأسباب بعد لكن الحق واضح سبحان الله سبحان الله الحمد لله من الأمور التي استفدتها يعني إحنا كأطباء يجع لنا كثير حالات ومشي بلشنا نشوف مثلا نشوف كانسر وتقول لها مشي ومشي ماشي وموت من الحالات اللي منشوفها الفانيك ديستورد اللي هي نوبار الهدأ اللي هي العامل الأساسي لخوف موت يعني مثلا بفصل أنا عند أعربي الأمور سألوا حاس حالك بدك تنوت قلت أه رب يوم في مرة بقرأ أحد المرضى يقول له أنه اللي استفدته من نوبة الهلع تذكير بالمرض تذكير بالمرض يعني هو اعتبر هذا المرض مؤرد جدا يعني ممكن الناس يسقطوا الفصل الدراسي ممكن الناس يخرجوا حياتهم ما يأخذوا العبرة منه كيف الله أوجد فسبحان الله المرات كثير إحنا أخذتنا الأمور المادية البحث إنه والله منظر الأمراض بس كإشي تسيولوجي تسيولوجي يعني بدون اعتبار إنه آية آ خلص وخذها للدور لا راح الطيب وكأبس أما ليش ربنا جعل المرض سواء العضوي أو نفسي إنه شيء يذكرك إنه أنت نارك إنه ممكن يعني كمذكرات وآيات نغفر عنها سبحان الله من نوع من أنواع المراتب اللي هي نغفر عنها هاي وين تبني نحط في المراتب اللي حكينا شو رأيكم ماشا وين موجودة في المراتب اللي حكينا هم يعني هذي يعني إنها قد تحصل هي نفسها هي نفسها هي نفسها حكينا 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 زي ما هي صح أو لا شو رأيكم السلام ورحمة الله البيان البيان العام اللي بيحصل لبنه بيان خاص كيف البيان العام حكينا آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية آيات الله الكونية من ضمنها الأقدار التي تحصل معنا فإذا إجابتك صحيحة من ناحية إنها في البيان العام بس هي إذا حصل منها الهدى كانت بيانا خاصا سبحان الله بس لسه السؤال قائم يا جماعة ماذا أستفيد من معرفتي لمراتب الهداية طبعا استفدنا فوقت بك كمان يعني مش إنه محد تجاوب لا الله يزيكم تمام فاستفدنا إنه الهدى واضح موجود بس ظل الفكرة إنه بقي علينا ظل لأنه ناش بتتلقب بين ظل وظل إحنا ظل يعني بقي إن شاء الله ما حدا يظل منا إن شاء الله فلكن اللي بقي عندنا إنه كيف أتحصل أنا هذا الهدى ولله الهدى موجود الدلالة موجودة شو كمان قل لي يعني من الأشياء أن أعلم أن مراتب الهدى كلها من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فالإنسان يعني يمتحصل شيء منها فيحمد الله ويشكره وما يظن إنه هو من من عنده وإنه هو اللي مستحق لها في الشيء وإنما هو يعني محتفة فضل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذن إذا عرفنا أن مرتب الهداية كلها حتى أعلاها تكليم الأنبياء وإرسالهم كلها كلهم كلنا وخاطبون بفضل الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الله سبحانه وتعالى فتعرف أنه فضل من الله ليس لك من فيه فضل ثم أنك تستحضر أنه هذا عليك أن تشكر هذه النعمة عسى لا تفقدها وإنه حتى إذا رأيت هذا في غيرك سواء كان هدى أو حتى الضلال في غيرك برضو تستشعر هذا المعنى لأنه أنت تتعامل مع أقدار الله سبحانه وتعالى وإنه سبحانه وتعالى ورفع بعض في بعض المراتب أنت لن تصلها بالمناسبة مراتب أنت ما فيه وحد يتطور بيصير والله بيجي وحي ملائكة بعدين بيصير بيطور بيصير تكليم ما فيه هيك هذا مذهب في الترفيه ترى فيه فيه ناس ها؟ في اليوغا بيصير أو بيصير في اليوغا مثلا آه لذلك مذهب الصوفية الذين شطحوا إلى هذه الدرجة والفلاسفة فيه ناس وصلوا إلى هذا يعني فيه ناس وهذا تبعا للمذاهب الشرقية التي تستوردوها من الشرق هي شطحات كلها شطحات بس حتى فيه ناس مش شطحين كثير بس عندهم هذا المذهب أنه أصلا النبي وصل بشكله بآخر بجهده يعني يعني هو شد حيله وصار النبي والاصطفاء وكذا يعني عندهم شبهات في القدر في أردن ندرس الناس أنه إذا رأتوا على مكان بعيد زي العرحراء وتأملت الفترة الأربعينية تبهت النبي صلى الله عليه وسلم عين خير به سبحان الله خليكو نات بس أنت عندي مشكلة مشكلة ركبت سبحان الله سبحان الله وبالمناسبة مرة ثانية هذه الأشياء قد نستهجنها والآن نتمصغر عليها لكنها موجودة والناس تنشرها يعني فكرة الآن حتى لا تذكر على أنها دين الله يعني لا تذكر على أنها إسلام تذكر على أنها شيء يجمع الأديان من ضمنها الإسلام يعني أنت مسلم تزبط معك برضو إنك تصفي حالك وتوصل رح توصل إن شاء الله نيرفانا وبعدها أنت خلص يعني بتوصل واللي ذكرنا في مسألة الفناء وإن شاء الله سيأتي تفصيله لما نيجع عن الفناء لكن مرة أخرى خلينا نكمل في ماذا استفيد من معرفتي لمراتب الهدى معرفتي لمراتب الضلال يعني بالأسف في كتير ناس يعني مثلا لمراتب العشر اللي حكيناها مثلا زي الرؤية في ناس تيجيهم رؤية فهو خلص مؤمن أن هذه الرؤية هي فيه في ناس تيجيهم رؤية يعني أنا قبل فترة كنت أسمع عن بعض الصوفية أن فجأة يكون يصلي كل ترام بعدين بيجي وقول لك أنه أنا الثالث يقين خلص وصل لهذا بقل فهو طبعا هو بيعمل أنه أجد رؤية وخلص أنه هذا كان اليقين أنه خلص أنت ونقف صلاة وصل فإحنا عرفنا أنه في رؤية من الشيطان مش ضروري أنه أي إشي أنت بتشوفه أو بتفهمه رح ينبني عليه شيء يعني خير أو أي رؤية هي خليني أصيرها كالتالي اللي هو طبعا هذا التبعون الصوفية هذول زي ما حكينا في عندهم شبهة أصلا في هذا الموضوع شبهة خطيرة بطلحه من الدين بس حكينا اللي هي مرتبة بيوصل لمرتبة الفناء والفناء فيه درجات ومراتب عندهم ولكن المسألة الأخرى اللي ذكرتها مهمة وبتخلينا نطلع أنه حتى على العوام مش حتى الصوفية وكذا اللي بيعتمد على الخرافات على أساس أنه هذه رؤية خلص أنا شفت رؤية خلص على أساس أنا بنت خالتي عملت لحجاب خلص هي خلص يقين لا شك فيه والله بيجون على ياده هك أنه هي هك هذا رؤية فأحنا لسه يالتمنى تكلم عن شطحات بس لأ الناس على هذا تعتمد فلما عرفنا المراتب أنه لأ الإسماع حتى الإسماع درجات حتى الإلهام اللي قد يتصور الإنسان إلهام من الله سبحانه وتعالى يكون إلهام من نفسك حديث نفس وقد يكون من الشيطان وكذلك الأمر ما يسمى بالرؤى قد يكون رؤية من الله سبحانه وتعالى لكن قد يكون أضغاط أحلام وغيره فعرف بذلك أنه الأمر فيه تفصيل وأنك لجب كما عرفت مراتب الحق من هذا مراتب الضلال لكي لا تضل نرجع للسؤال لأنه فيه عندي إجابة بدي تجيبولي إياها مش نكاعدين بتجيبوها ماذا أستفيد من معرفتي مراتب الهداية عشان نروح أعتقد من الأساسيات معرفتك بهذا الشيء هو أساس بسيط ومجيد رد كثير من الشبهات بالنسبة للعوام كيف يعني يعني شبهات الصوفية آها مفهوم أنه معرفتنا بالألف باء اللي حكينا عنها اليوم مجرد مراتب الهداية تمام كأساس لرد شبهات تمام جيد إيشي أعمل لي أكثر أو أعمل لي أقصد للقلب سواء عمل قلب أو عمل جوالح تفضل يعني عندك لا هذه المراتب ومنها نقول مثلا الإنهاب هل يتطلب هالإنسان وإذا تطلب هالي ممكن يدخل مثلا شبهة مقوم للدنيا أو أنت بتسأل سؤال حاليا آه تمام بس يعني منه يعني مستفيد هذا بجزيء يأتي في الجواب اللي بدنا نجاوبه فإذا ما جاوب إذا ما جاوبوا اللي رح يجاوبوا رح نجعله تمام بس خلينا في جواب سؤالنا آه يعني هي الفكرة آه في هذا الأصر اللي طغت عليه المادة والتبكير المادة آه بلش حتى التهم والأقام زي ما ما تفضل تذهب رحو يعني التشييع أو الغيب يعني خلص زي ما يقولون آه في بلش يعني يدس الأفكار إنه آه ما كيف منعك كيف منعك كيف منعك فاستحضار الغيب اليوم الهداية على وقت الغيب آه أمام التبكير المادة يبلش يتسلل بطريقة سبحان الله من أشياء جميلة أنه هي تذكر لبذكر الغيب أنه هو يعني حقيقة مش آه حقيقة وليس يعني وليس الفكرة أنه مبلش يعني الفكرة وصل الفكرة بذي بلش وصل الفكرة أنه آه مولودة مولودة إن شاء الله خير بس آه بتذكير هيك يعني خلينا نقول طفولي شوية آه مولودة مولودة ما بده تخليك تكفر فينا ولكن يحاول بسط لك آه مولودة 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 بس من يكون لها حقيقة صحيح صحيح سبحان الله وهذا مهم التعايش مع الغيب اليوم في أكثر من مرتب مراتب الهداية تكلمنا عن كيف التعايش مع الغيب وحتى ذكرنا مثال كان شوي كوميدي لكن كان في سياق فعلا نقاش نفسي وممكن لمة الشيطان ولمة الملك تجعلك تتذكر هذا ولم تتذكر هذا بالمناسبة أنه يكون حاضر معك أشياء أخرى يعني غير نفسك ترى هذا يعني يعزز فيك الرقابة ترى بالمناسبة تجعلنا نسأل رب العالمين أنه يعني يوصلنا لها وأنه يرزقنا إياها إذن التشوف لها والتطلع لها من ناحية الدعاء الله سبحانه وتعالى والاستعانى بها عليها تمام ممتاز شكرا قل لي يوم تستثبع على فائل وعين لكما شيخ بارفو المتعلق بأن الوحد يتبادر إلى بهنه أن صاحب الكرامة وحده يعني مرتب قوي فأنا بدي هاي ممكن حاول أجيبها فأشار بأكثر من معنى في معنية من الخطور الباري فكرة أن مقام الصدقية أعلى من مرتبة المحدث أن المحدث قد تكون الكرامات عنده أفهر من الصديق الذي هو كمان الاستسلام الله سبحانه وتعالى الله وبطنا وحتى كمان للأمة سبحان الله الفائدة هي نفس السلك موضوع الكرامات كيف عن الكرامات بغ أصر الصحابة كانت أكبر سبحان الله ولككال إيمان هم أرسل ولا يحتاجوا بهذا التفيت الكثير من جهة الكرامات الخارجية بخلق القوانين سبحان الله فأنا لا يعني فكرت عن هذه ناحيتين لأنها جانب قلبي وجانب عملي جانب العملي من جهة أن الواحد يسعى لمرتبت الاستسلام الكالي الله سبحانه وتعالى وأن شاء الله حتى إذا كان مستقيم على هذا الطريق بشكل قوي إن شاء الله أن يصر لمرات الجيدة في الدائد والناحية الثانية أن لا ينشغل بهنو بقسط الكرامات والخوارق وأن هذه أعطيات أصلا تأتي السن الصوفية لا ينشغل بهذا الشيء ولا ينشغل بالتحديث بها بالعكس ينشغل بي جهة وأنها أعطيات تأتي لجهة مطالب تطلب سبحان الله طيب أجاوب أنها يعني جاوب هو بالأخير كلها فوائد تفضل بس حديث وما زال عبدية بالنوافل حتى أخبر فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وصره الذي يبصره يا ده الذي يبصره ينشي عليها يعني هل يدل قيام بالنوافل الأعمال الصالحة ممكن يوصلك لأي مرحلة ممكن هذا الشيء يعني المرحلة العالية جدا صح بالضبط صح لذلك اللي أنت بتتكلم هو بالضبط كالتالي إذا بدنا نحطه في خريطة كلامنا اليوم وهذا السؤال فإذا أحببته طبعا الله عز وجل يتكون ما يحبه سبحانه وتعالى ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته علي هذا أول ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأعلى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذا زيادة في المحبة فإذا أحببته فإذا حصل هذا كان ثم بعد ذلك مراتب عاد الإلهام والعطاء من الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به الإسماع صح أم لا الإسماع مشكلة عن مرتبة الإسماع فصار يسمع الأمور ويسمع الأمور على حقيقتها وتصل إلى قلبه ويوفق إليها فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يرى الأمور على حقيقتها ويستجيب لذلك ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وبذلك يوفق للعمل بما عرف وبما علم سبحان الله فهذه كلها تدخل فيها المراتب والدرجات طب ليش العلماء بيفصل في المراتب والدرجات يعني بعض الناس قد يقول فيها نوع من التكلف خلصنا خلصنا أنه يفهم أو ما يفهم وخلصنا نقطة صح ولذلك يعني هذا الارتراض صحيح من وجه ولذلك تجد كثير من العلماء خلص بيعطيك هذا التفصيل لوحده بس أنه خلص الواحد إما يعرف الحق أو لا يعرف الحق وهذا سنأتيه حتى في كلامنا القيم ولكن هما هو يذكر شواهد من الكتاب والسنة يعني ذكر الإسماء ذكر الإفهام ذكر فذكرت هذه الأمور فيضطر إلى شرحها وأنها ما ذكرت عبثا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في حقيقة الأمر خلاصة الأمر كالتالي في قلب القلب هذا المطلوب منه يعرف الحق يؤثره على غيره خلصنا ويعرف الباطل ويتركه خلصنا الآن هذا كيف يصله بأي درجات بأي المراتب لكن أنا بدي أستخرج من كلامك الجواب اللي بديه اللي هو نستفيد من هذه المراتب السعي كما قلنا بالاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك والسعي بأسبابها إني أبحث طب شو الأسباب اللي تجعل الإنسان زي ما حكى عن أسباب أنه هو كيف الواحد يحصر رؤية رؤية صادقة ينام على طهارة كذا 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 تمام أليس من المطلوب أن نسعى في الوصول من البيان العام إلى أن يصبح عندي إلهام الرشد إلى أن أصل إلى البيان الخاص وبناء علي أن أسمع الحق كما هو ويكون عندي من مراتب الفهم تمام فبحتاج أن يكون عندي هذا اللي هو أبحث عن الأسباب وأخذ بها وأتعرض لها يعني أتعرض لهذه المراتب وأسعى لها وأبتعد عن غير ذلك ولذلك أنا كنت مدي مباشرة أنتقل ل الخطط والتطبيقات اللي هي الأصل أنه كل واحد فينا على الأقل خلال الأسبوع الجاي يراجع نفسه في هذه الأسئلة المهمة سؤال أول ماذا عندي من المقومات أي مقومات المقومات التعرض لهذه المراتب سواء كانت الإفهام الإسماع أني أعرف عن الله سبحانه وتعالى أعرف الحق أراه كما هو في المقابل ماذا عندي من المشوشات ماذا عندي أشياء تشوش علي أني أرى الحق طب هذا السؤال أنا كيف أريد أن أعرف شو بدريني شو المقومات شو بدريني شو المشوشات ولذلك هناك كتاب حلو اسمه كتاب الصوارف عن الحق كتيب هو كتيب الصوارف عن الحق اللي حمد بن إبراهيم العثمان أقرأ لكل فهرس أنا أريد كل واحد فينا لما يروح اليوم بكرة بعد بكرة أو إذا استطاع خلال الأسبوع اللي يريده بس جلسة بسيطة ربع ساعة فقط يقرأ الفهرس ويعرض نفسه عليه اللي يريده التفصيل بدي يقرأ الكتاب كتاب بسيط يعني 170 صفحة وصفحات صغيرة يعني كتيب كتيب هو فعلا يعلمت كتيب بس لما تقرأ الفهرس ايش هو تشوف الصوارف عن الحق موجود لا بس هيك حجم فالصوارف عن الحق فبيعطيك الصوارف عن الحق وشواهدها وكيفية معالجتها الصوارف عن الحق هي التالي الجهل شوف بعدين شوف معاي كم عالجنا خلال كلامنا في ست حلقات سابقة فقط ست جلسات يعني خلال ست جلسات الماضية كم عالجنا من هذه الشبات على الأقل كعناوين شوف الجهل اعتقاد غموض الحق واشتباهه اعتقاد المبطل أنه على حق التفريط في تحر الحق الخوف حب الجاه والرئاسة التقليد العجب الكبر الحسد الحزبية الذنوب الغفلة عن سؤال الهداية الغفلة عن سؤال الهداية أن تسأل الله عز وجل الهداية نسأل الله عز وجل الهداية ترك هداية الناس للحق ترك هداية الناس للحق قلة الفهم وضعف الإدراك النشأة والإلف والعادة تتعود رد بعض الحق وترك شيء من الشرع فضول المباحات ثم يتكلم عن حال المتكلم بالحق اجتمال الباطل على شيء من الحق يتكلم عن هذه المسألة خلطة أهل الباطل عدم النظر في أقوال المخالفين كثرة أهل الباطل كثرة عليك نفور النفس لا يجبني الاعتقاد ثم الاستدلال هيك أنا شايف وبعدين بلقة الأدلة الاعتقاد ثم الاستدلال للأصل أني أشوف شو الله عز وجل يقول وأعمل به ليس مزاجي الجهل بأهل الباطل ومقالاتهم لأن من الحق معرفة الباطل وتركه ليس الجهل بالباطل وتركه ما تعرف الباطل كيف تتركه وعدم تصور الباطل على ما هو عليه والتزام أصول فاسدة وسلوك الطريق وسلوك طريق غير هاد وصدور الباطل من شيخ له قبول وعنده لايكات وجوز ما كان عندهم لايكات زمان في وقت الكتاب لازم يكتب صدور شيخ له فولورز كثيرون نعم ومشاهدات كثيرة انتساب أهل الباطل إلى جليل القدر وعندهم تمام تقاعس أهل الحق سبحان الله وهذا عذر عند كثير من الناس اليوم لو بما أنهل الحق قادين فأنا بغل معهم يعني نصل كلنا قادين أسلوب المخاطبة بالحق طلب الحق من خصومه وإغفال سبحان الله طلب الحق من خصومه حلو كثير حلو سبحان الله طلب الحق منه أحنا اليوم سبحان الله آه طبعا حتى كثير إغفال المشورة وحيلوا أهل الباطل يتكلم عنها ماذي عنوين احتاج الإنسان إذا عرض نفسه عليها على الأقل يسأل نفسه هل أنا عندي هذا الشيء فإذا وجد من نفسه يحتاج أنا متأكد أنه لو واحد فينا جلس نصف ساعة مع نفسه لهذا سيجد من نفسه أنه تمام بس خلينا أقرأ عنها سمام رح يصير هيك يعني آه والله بجوز استنى شوي فيحصل تستاهل يعني تستاهل كثير من شوي لأنه هذه إذا بنتكلم عن صوارف على الحق فتصبح كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الفتن تعرض على القلب كالحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفى لا تضره فتنة مدامة السماوات والأرض وقلب أسود كالكوزي مجخيا آه كالكوزي قلب أسود ومربادة أنا بحب كلمة بربادة لأنه مش أسود ملوكي مرتب لا لا مغبر معادتك تمام قلب أسود ومربادة كالكوزي مجخيا للكاسة المقلوبة لا يستوعب ما بيستوعب ما بنحط فيه شيء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إلا اللي ملزق فيه على الكاسة تبعته ولذلك تجد عادة بيوقف مع الحق فيه هذه المسائل اللي بتجي على هوا فهذا مثاله مثال إن الإنسان قد يكون عنده من الأمور قد تعمي قلبه عن الحق فبدي يعرفها والأمور المبصرة بدي يعرف لأي درجة هو متحصل منها ما هو متحصل وسيئة الكلام عن أعمال القلب وعلاقتها بقول القلب وعلاقته بعمل القلب وعلاقته بعمل الجوارح لما نتكلم عن الشفاء في الفاتحة إن شاء الله أعتقد في المرض القادم يعني ما أضح نطول شو ظل لها السنف بس شغل نقوله بسم الله في الله في بسمه قل اسم كذب أحكي اسم كذب صرف على حق إش العثمان حمد العثمان كويتي هو في وقت الأسه في فقرة أسه في فقرة أسه في فقرة أسه خلطناهم مع بعض فقرة أسه هاي ولي في أسه عندهم قول لي أحكي أنا قطعت الشيخ الشيخ بديو لا تكلم عن مؤلف الكتاب أصلا آه لا بس على قضية البداية أنا بس حتى أحاول أن يعني أن أسهل الأمر أناسيو عليكم أنتوا تصوروا أنه فيه أنه فيه هدى مبثوث في الجو طيب بس تصوروها هدى مبثوث في الجو هذا أشيح يترتب عليه مجرد علمي بوجوده هناك طبعا هوا هوا مبثوث في الكون طيب حلوة يكملت هوا وشيروا له وحطه دادة طيب هدى مبثوث في الكون منحوة من الهواء من الهواء من الهواء سجين وكل آه طيب مهوم بالأسر في الوحي الهدى عكس الهواء سلحان الله في الوحي الهدى عكس الهواء طيب الهدى مبثوث في الكون الآن مجرد بث في الكون يضمن النفس إنه جاي طيب هذا بداية ثانيا أنه سيصل غيري حتى لو أنا ما سويت بمعنى هذا إهلاك النفس فلعلك باخل عن نفسك ترى وخصوصا هذا كان محكية للأمهات وما نشارك نفسية الأمهات نفسية الأمهات بها قاسين طيب الكثير ترى الهداية ستكون أنت بشربنا طيب لكن هذا الهدى المبثوث في الكون زي ما تفضلتون أنتو بعضكم ينبغي أن يسعى له بمعنى طيب كيف يسعى له وما تشبرته بالهواء في ناس يا جماعة عندهم مشكلة في الرياء عندهم مشكلة في الجيوب الأنفية اللي ملتهبة بكبر ولا بإشي ولا بكذا لا يتقبل يأتيه وما بيأخذ بحط فيلتا بالمسكمام بضبط حط فيلتا من المسأل أيضا أن تعلم بأن بأن مقدار تحصيل الناس لهذا الهدى المبثوث في الكون هو بنقدار استعداداتهم سبحانه طيب وهذا اللي دائما نحكي لا تقارن لا تمدن عينيك لا تقارن نفسك بغيرات أنت بهمك تحصل منه اللي خليك يمشي أما أنه آه شمالنا فلان هذاك نفسه شوف دك فلان أنت تنفس النفس المطلوب وضل ماشي ففكرة حقيقة أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى هدى والهداية أنواعه خواطر في قضية يعني في سورة الأعلم والذي قدر فهدا لأن فيه كلام عليه مرأتوا عليها لا والذي قدر فهدا لأقرأ تفسيرها والحقيقة من أبدع من رأيت يعني يكتب في الكلام عنها خواطر سيد قدر والذي قدر فهدا بجدة أمثلة هيك من عالم الإنسان وغير الإنسان في قضية أنه ترى فيه هداية أنت يعني أنت حقيقة لا تنبك فيها شيء لذلك تتنصر في نفسك أنا ما الذي أتابيه لهذا الدرس مثلا أنا أعتبرنا بداية حقيقة ما الذي أتابيه لهذا الدرس حقيقة يعني إيش قرأت منشور طب ما الذي فتح لك هذا المنشور في لحظة ثانية مين اللي مكنت الواي فاي ساعتها يشتغل ويكتاعش مين اللي عرفك بشخص عرفك على الشلة المجنونة تبعت مكاني وهكذا حقيقة يعني فيه أشياء كثيرة أنا نرات الناس بقول دكتور اذكرنا الأسباب اللي خلق بقول مي جمع هذا الإنسانوية في الطرح دائما الجديد اللي هو إنه أكيد أنت سويت إشي خلق والله الواحد لما بيراجع يجد أنه لا لا كيف أنتو شلت من مئة ألف واحد كان معك في الحارة ولا مئة ألف بل بل كثيرين من من كان معك في نفس حلقة العلم منهم الآن من ننشوراته ضد الدين مننشوراته ضد الدين كان معنى طلاب في الجامعة صفحاتهم الآن شيطان يرضق شيطان وكان في يوم من الأيام اتحاد إسلامي طيب هو الآن يكره شيء اسمه إسلام وإسلامين فهو هو شيء مبثوث الله سبحانه وتعالى يعني جعله فهذا بغيّح يجعلك تعرف أنه الأور ما دام موجود جايك جايك وأصلا هو على رأي الشافعي يعني ناسوب بل الكلام لو شاء أنت صلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد سبحانه الحمد ريح ريح إن شغل بنفسك وشوي شوي حتلاقي نفسك تقدر توصل للآخرين بس هذا الاشتغال الزائد عن النزوم بإيصار الهدى للآخرين على أنه لن يصل إلا إذا أنا أعملته كأن هذا هذا يغلب كثير يغلب ويلبس الإنسان لباس أكبر منه بكثير يعني أنت إذن قادر على نفسك يعني شوي شوي ولكن لا يمنع هذا السعي يعني لنفس أولا ثم للآخرين في اسم الهادي من أسماء الله سبحانه وتعالى وفي كتاب لأنك الله الكتاب صغير يتكلم عن بعض أسماء الله في هذا الفصل برضو جميل يذكر شواهد كثيرة على اسم الله الهادي وبيوسع أفق أفقك يعني يقود يعني تنظر لهذا الاسم من أوجه مختلفة جدا لأن أحيانا حتى يخطر عننا بوضوع الهداية فقط الهداية أقصد الهداية للدين والهداية أشمل من هذا وإن كان هذا أعظمها لكن أشمل لكي تفهم القضية سبحان الله ولذلك بس عشان الناس إذا ما سمعوا المفروض سمعتوا على المايكروفون لأن أعليه الصوت بس يعني احتياط فالشيخ يحكي لنا عن شيء ولعله أنا أتي بإيجاز اللي هو أنه الهدى موجود والنور موجود والحق موجود هذا يعطي نوع منه طمأنينة والباقي السعي لذلك وأنه الواحد يسر الله عز وجل الهداية فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب للوصول إلى هذا الهدى ثم عدم الانشغال بهدى الآخرين لأنه الهدى موجود مش حكر مش مكتوب بإسمي ولا من خبيب جيبتي هو موجود وعليك أن تدل الناس عليه سبحان الله هذا خطر لأنه أصلا أنت شو المطلوب أنك تسوي في الحق أنت ما بتعطيه للناس أنت بتقول للناس أيوه يعني مش أنت اللي بتعطيه للناس الهدى والحق الحق موجود تبس بتقول هايو من هناك فهو اللي لازم يروح يعني حتى موضوع الدعوة بيكون سبحان الله طيب في هون بس تعليقات إذا فيه إشياء سريعة مراتب الهداية تعينه أيضا على فهم آيات القرآن صحية من الأمور المستفادة أن تتنوع المراتب هذه من استشعارنا لرحمة الله فتطمئن قلوبنا أهى ممتاز ما الفرق بين استنباط بن العباس رضي الله عنه لسورة الفتح وزعم بعض الصوفية أن هناك فهما باطنا للآيات عادة الفهم الباطن للآيات بيكون شطحات من عندهم جايبينها من غير دليل لا من لغة ولا من شرع ولا من عقل ولا بطيخ هذا بيكون شطحات فهم ابن عباس رضي الله عنه وغيره من فهم العلماء إنما يكون استنباط موافق للمعنى عادة فهم الصوفية اللي بيحكوا عنه هو فهم مخالف حتى لظاهر المعنى يعني يحرفون ظاهر المعنى سواء الصوفية أو حتى المبتدعة من الجهمية وغيرهم الذين يحرفون ظاهر المعنى إلى معنى آخر يعني يقول لك ليس معنى كذا كذا بل كذا يعني مش معنى مثلا زي حتى يضغي معنى يلغي معنى يعني غير موافق يعني زي حتى بعض الروافض يش بيقول لك مش متأكد أنا مثلا الحسن والحسين الحسن والحسين مرجل بحنين مرجل بحنين يلتقي يعني فاطمة وعلي بيطلع علي وفاطمة فهو هذا مش هيك معنى يعني معنى آخر ويأتي بمعنى آخر هذا بيحكي لك وما كنت متخذ المضلين عرضا هذه نزلت لما الرسول دعا اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فقال وما كنت متخذ المضلين لا عمر سبحان الله فيفسرون الأمر على غير معناه أصلا ويأتون بمعنى آخر أما الإفهام الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى عباده من العلماء ومن الصالحين ومن عباده حتى يعني حتى عوامل الناس ترى قد يأتي قد يؤتي الله سبحانه وتعالى فهما لآية كذا فيستخرج معنى هو موافق للمعنى ولكن معنى زائد إضافي والقرآن كما عرفنا وكما تكلمنا حتى في أول مجلس ثاني مجلس أن هذا القرآن بل تكرر المعنى معنى في أكثر من مكان أنه لا تنضب لا تنضب معانيه ولا عجائبه والواحد في كل لحظة يستطيع أن يستخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يعينه على الطريق إلى الله والسلوك إلى الله ومعرفة الله فكل آية وكل كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى قد تدل على معاني مختلفة وإن كان معناها المعنى الأصلي واحد المعنى واحد لكن تدل لك دلالات مختلفة فالحمد كما قلنا أنا أحمد الله الحمد الحمد لله بأسمائه وصفاته الحمد لله بأنه الله الحمد لله أن أعطاني الحمد لله أن رزقني الحمد نفسه له معاني مختلفة وهكذا بعدين الإفهام يرد على هؤلاء الإفهام الذي يرتاه مثل ابن عباس صلى الله عليه وغيره نستطيع أن نستدل عليهم من شواهد سبحان الله هذا ما تريد أن تقول معناه في بطني أنا في قلبي طب كيف أما مثلا هل تستطيع أن تقول آه هو قاس على كذا وكذا 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 وكلمة التسبيح والاستغفار متى تأتي على التنبيح منها من قراءة كثيرة في القرآن ومن أحوال النار آه فقال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم فحتى هذا يستطيع أما أنت لو تقولي المعنى كذا من وين جبتوا بس حدثني قلبي عن ربي سند متصل المعنى في مصالي للشعر سبحان الله طيب سلام طيب أحكي لي سلام قل لي سبحان الله من أيام أرسل لي مطع صديق قديم تفعت عنه فترة وكان من الأشخاص اللي معروفين في الأردن في سياق ما موضوعني إن شاء الله وكان ورأس فرقة يعني فراقي القوية وما شاء الله الله سبحانه وتعالى أقصه يعني فعليا جميل وإن كان ما لم يشهر كثير هو لكن صوته يعني حقيقة يقرب سبحان الله بإبيتها صراحة ما عرفتنا أذكركم أن تكون جارسين في مجالس مع الشباب يعني الأبيات اللي بيختارها والكلام اللي كان يعني في كثير من الأحيان ونجده حقيقة يرقق ويبكي القلب من أيام الطاع يعني أنا ما سعب كثير لمقدمات كثيرة كانت لكن لنقايح بهذا الإنسان لا لنفسي ولا لأحد طو وصبايكي وكذا ومع بنات وأغاني ورأس هو لنفسي هو لنفسي شيء صراحة مؤلي جدا مش قضية انشغاة للآخرين هو الواحد بالعكس لكن يخشى على نفسه صراحة صراحة يخشى على نفسه يعني الله وعنى تأيل أحد وإنسانهم كم الآن موجودون في هذا المكان الله علم لحكم وكذلكم يعني الله نستعلم الله يفرد الله يثبتنا هذا الدعاء عزيز نستقيم هذه يبدو أن تستشعر يا جماعة الفاتحة يعني إحنا يعني الفاتحة هذه عجيبة عجيبة يعني يعني هو أصنف الكتاب يعني بينما نازل هيك نعمد وهي هيك نستعيم ضيب شو أول طلب أنت شو أول طلب تطلبه بعد إياك نعمده إياك نستعيم أهدنا السراط المستقيم يومياً عادي تتصور مني كان واقف يومياً بحكيها هاي صراحة 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 يومياً رسول يقول أهدنا السراط المستقيم كيف يعني تعجب من الذي يظن أنه على خير وأموره سالكة الله المستعاني الله المستعاني سبحان الله سبحان الله أن الله عز وجل هو الذي يرني ولكن أنا حاولت أنا خلص أنا مش قادر ربنا أراد ذاك ودائماً يرني نقاش في هذا المو ولكن فعلياً بيوم الصفة الأساسية أو الدرسة العظيم أقر استخراج فيه أسباب الهداية هي التي تريد أن تقوم تتعذر بالقدر أنا حاولت أنا عمل فعل أو فعلين طب شو عملت من ذا والله عملتها خلاص خلاص فطعتها خلصت اللي علي فدائماً الأرض السعي كما قلنا يعني أكدنا السعي هو طريقاً هذا التأدب مع الله الإعتذار في القدر هذه كانت سمة المشركين وبقلة أدبهم مع الله فيقول لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا هو إحنا 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 طايبنا يعني كلمة حق فعلياً هو لو شاء الله في حقيقة الأمر الله عز وجل يفعل ما يريد والأمر بيد الله لكن أنت تتعذر وأنت لا تدري ما هو قادم طب أنت أسلم طب أنت ما كنت كافر أسلم ها ستفضل يا مردنا ما أريده وشو درعك ما أريده تعالم وتألي على الله سبحانه وتعالى قلة أدب سبحانه وتعالى صدق درجة أشي يا حمد يا أولي بارح سبحانه طيب هات شو درجات صدق ما هي درجات الصدق طيب أول درجة فإنك الموافقة ما هو الثاني باطن ثاني موافقة أول درجة الأولى أنت تكون متبصر بنفسك أيها درجة أنت تكون متبصر بنفسك هذه أول درجة بدرجة الصدق الثاني أن يوافق أظاهرك باطنك ثلاثة أنك إذا سئلت عن باطنك ألا تخالف طيب ما تكلم أربعة أنك تكون مشخص مشكلة وإلهة البرة خمسة وهذا يتفضل في الأخ أن تسعى لهذا بذلك هناك ناس يقول أنا ضعيف هذا المثال أنا ضعيف أيها أنا ضعيف هل شايفين هيني أنا صادق أنا ضعيف طب روك شونا بتسوي بس أنا ضعيف وقالوا قلوبنا غنف طب اسعى فهذا عندي تفضل من الصدق لكنه لكنه يكلب لكنه يكلب لنسمي الله خادع فكثير من الناس عندهم هذا أنهم عندهم جزء من الصدق لكنه يستند عليه ويقول أنا هيني صادق شايفين حكيتني يا ضعيف فإنتو عاد دبروا حاجة هذا لاعف الإنسان ما سألته أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر بالأخير قصة أنه إنسان كان صادق في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أنه يعني هي فاهم بس بعدين ما وصل في شيء دوبة ما قال الله عن النافقين ولو صدقوا إيش كان عملوا لكن كره الله لكن علم الله منهم فكره كره بعاثهم لحظة العبارة كره بعاثهم فهو ربط قضية الصدق بالأخذ بالأسفار سبحانه فهي بالنهاية جماعة الخير خلينا في شيء إذا في شيء قبل ما الله يكرم فسبحان الله نحن كل موضوع نحن نتكلم عن سورة الفاتحة وهداية سورة الفاتحة في المجالس الأولى فهذا كل الموضوع كنا نحكي في مراتب الهداية هي اهدنا الصراط المستقيم وأن حياة الإنسان أصلا تدور على هذا هي حياة الإنسان تدور على هذا وإذا قضى الإنسان عمره وانقطع في حياته لأجل هذا اللي هو أن يهتدي الصراط المستقيم يطلب للهداية ويسعى في ذلك ويبتعد عن طرق الضلال لكفة هذا أصلا ما في غيره ليس سواه وهذا شعار الفاتحة أصلا أنت مقدمة الفاتحة هي مقدمات الدعاء أدب الدعاء الحمد لله رب العالمين ثم لتصل إلى اهدنا الصراط المستقيم وباقيها هي صفة هذا الصراط بس هذا المطلوب منك الهدى فنسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم وسؤال عزيز دعاء عزيز كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك فهذا عزيز جدا الثبات وله أسباب أيضا فالاتخاذ يعني قصة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسرنا لذلك طيب فبس أذكركم نهاية المطلوب أنه كل واحد فينا يعرض نفسه على فهرس كتاب الصوارف من الحق على أقل فهرس الكتاب أنه ما عندي أنا من هذه الصوارف وماذا عندي أنا خلينا على هاي أحسن من ماذا عندي أصلا لا افترض المرض ويشتغل على أساسه احتياط مع حسن الظني بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أن الهدى موجود متاح الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أذهدنا من الله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ونعود بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع اللهم أمين طيب خلصنا كلامنا اليوم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يزيكم الخير